اشتركوا في القناة ويعني شوي بنكون مركزين اول اشي على حركة القمر الزوايا الفلكية اللي رح تتشكل او التحركات الفلكية خلال هذا الاسبوع بعدين بنشرح كل برج وكل برج يعني بنشرح واول اشي حركة الكواكب فيه اشي بتأثر عليه على بيوت على البيوت او على تأثيرات العام عليه اللي هي شبيرة توقعات شهرية يعني فممكن يعني نفس التحركات تكون الاسبوع الماضي او تتكرر من اسبوع لاسبوع على حسب الزوايا فعشان هيك ممكن انك تسمع الاشياء او ما انت حكيتها الاسبوع الماضي او الكوكب بكون موجود في نفس المكان وعامل نفس الزوايا فعشان هيك بكون مزاجه نفس الشيء وتأثيراته نفس الشيء ما رح يتغير اي شيء اه فيه اشياء ايجابية الاسبوع هاد طبعا عطارد هو سيد الموقف الاسبوع هذا اله تحركات واله زوايا كثيرة خلال هذا الاسبوع وطبعا بالبداية رح نبدأ مع القمر وتحركات وخلال الاسبوع كيف راح تكون طبعا ابتداء من اليوم الخميس مساء القمر رح ينتقل من العذراء للميزان ومن مساء اليوم لغاية مساء يوم السبق القمر في الميزان بظل بعدين من مساء يوم السبق القمر بنتقل للعقرب بظل فيه لغاية مساء يوم الاثنين وواحد وعشرين تسعة من مساء يوم الاثنين بنتقل للقوس وبظل فيه لغاية منتصف ليل الاربعاء على الخميس بعدين بنتقل للجدي بظل بالجدي لغاية صباح يوم السبت بعدين بنتقل للدلو احنا طبعا انتقالوا للدلو ما رح نذكروا احنا إلنا في يعني لغاية برج الجدي اللي هو لغاية صباح يوم السبت ويوم الخميس القادم إن شاء الله منكون نحكي عن التنقلات الأخرى الأهم أنه زي ما حكينا في البداية أنه عطارد هو سيد الموقف لأنه عطارد رح يشكل زوايا شوي رح يكون فيها بعض الطابع السياسي في الفترة هاي أكثر عطارد رح يشكل أول شي زاوية تربيع رح تكون مع بلوتو صباح يوم 21 وهاي يعني تحذيراتها على العموم على الأشخاص يعني بدهم يكونوا منتبهين خصوصا اللي عندهم مشاكل في الضغط أو مشاكل بالسمنة أو لها مشاكل بالقلب أو يعني شرايين وأشياء زي هيك بدهم يكونوا حاذرين لأنه الفترة هاي شوي بيصير في عندهم من العصبية أو من ردة الفعل السلبية أو الزعل أشياء لها علاقة بالقلب فعشان هيك بدهم يكونوا حاذرين من أشياء اللي علاقة بالقلب ركزوا على المميعات بالفترة هاي قدر الإمكان وأنا بنصح الجميع بما أني طبيب يعني بنصح الجميع مش إنك كل يوم الإنسان السليم إنه كل يوم يأخذ مميع لو أخذت لك حبة بيبي أسبرين يعني كل بالأسبوع مرة أو كل ثلاث أيام مرة في خلال هذا الأسبوع تحديدا بيكون أفضل يعني نوع من أنواع الوقاية طبعا بما أنه عطارد رح يشكلها مع بلوتو وهو إلو علاقة بالاتصالات والمواصلات وبلوتو إلو علاقة بالعنف أو بالشغلات القاسية فهاي الفترة متوقع أن يكون فيه نوع من أنواع الزلازل البسيطة أو حرائق أو كشف معلومات استخباراتية أو صحفية بتكون حساسة وبرضو بتكون صادمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي رح تكون تأثير انتقال الشمس رح ينتقل من العذراء للميزان يوم 22 في ساعة الظهر فعشان هيك منقول لها موليد برج الميزان يوم 22 اليوم ويوم 22 كل عام وأنتم بكل الخير يعني بتبدأوا الآن فترة أفضل من سابقتها بشكل متصاعد يعني بتصير الأمور أفضل وأحسن وطبعا الأبراج الهوائية والنارية هم أكثر المستفيدين أما بالنسبة ليوم 23 برضو عطارد رح يشكل زاوية تربيع مع زحل وهي رح تكون في ساعات الصباح وهي شوي بتعمل جو من الكآبة لأنه بما أنه زحل وعطارد وفي نوع من أنواع هيك بصير فيه صعوبة من تحليل الأمور أو صعوبة بالتجاوب مع بعض الأمور فعشان هيك اللي عنده أمور معقدة أو أمور بتتطلب منه فكر أو دراسي أو تحليل هدولا أكثر ناس رح يعانوا من هاي الأمور وبرضو بإلها علاقة بأمور إلها علاقة بالصحة برضو بنرجع لموضوع القلب مرة ثانية وتكشف بعض الوثائق أو بعض المعلومات أو بعض الدراسات اللي إلها علاقة في دول تستخدم تزوير التاريخ أو حقائق جديدة بتظهر على ساحة بتأكد تزوير تاريخ في معلومة ما أو أشخاص بامتهنوا تزوير التاريخ بحاولوا يصنعوا لحالهم تاريخ فالفترة هاي بتكون يعني ضدهم وبتكشفهم فهدولا الأشخاص يديروا بالهم أنه يعني الفترة هاي بتحمل لهم شوية فضائح أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية يوم 24 رح تكون زاوية تقابل بين عطارد والمريخ رح تكون برضو في ساعات الصباح برضو إلها تأثير في منطقة القلب إلها على الرئة ضعف في الصدر أو في التنفس بصير الأشخاص اللي بيعانوا من التحسس بدهم ينتبهوا من هاي الأمور برضو إلها علاقة بالجروح والحروق ويعني في من ناحية سياسية رح تكون هياه هجوم على القطاع الإعلامي أو القطاع الصحي أو أخطاء طبية أو معلومات طبية بتطلع فضيحة بتطلع بقصة عدم إدارة موضوع صحي معين أو تنكشف بعض الحقائق لأمور أو مهاجمة وزارة الصحة أو وزارات الصحة أو أطباء يعني الله يستر من اللي جاي يعني كلها أمور إلها علاقة عطارد يعني هو أساسا ما بيجي منه غير الفضايح لما بيجي سمع مع الكواكب الكبيرة لأنه هو اسمه الكوكب المنافق فعشان هيكي بنافق دائما على حساب الغير طبعا خلينا نبدأ بالأبراج طبعا اللي بدي يسمع برجو الأوقات مكتوبة أول تعليق مكتوبة برضو في صندوق الوصف بتقدر تنزل تفتح انتهيك تكبس على الكبسة على الرقم الموجود بتروح بتسمع برجك إذا أنت مش حابب أنك تسمع أبراج أخرى فبتسهل عليك عملية الانتقال وبكون أفضل وأريح خلينا نروح على توقعاتنا الأسبوعية برج الحمل طبعا أول شيء رح نحكي عنه عن الشمس الشمس اللي موجود في البيت السادس اللي هو العلاقة بالعمل العلاقة بالصحة يعني كثير من موليد برج الحمل دخلوا ببعض التأثيرات السلبية الصحية بالفترة هاي أو عانوا إما بصحتهم أو صحة غيرهم أو إنشغلات صحية في منهم دخلوا مستشفى في أشخاص عملوا عمليات في أشخاص بعملوا فحوصات بالفترة هاي وفي أشخاص اهتموا بصحة أحباءهم لأنه هذا إلو علاقة ببيت الصحة إلو علاقة بالعمل برضو مشاكل على مستوى العمل أو ضغوطات في أشخاص توظفت بعمل أو حصلت على ترقي إلها علاقة بالعمل بالفترة الفترة الماضية اللي هي مدتها أربع أسابيع بموجود الشمس في العذراء الآن انتقاله رح ينتقل للبيت السابع اللي هو بيت الشراكة طبعا انتقاله رح يكون يوم 22 الشهر 22 تسعة وهذا انتقاله رح يكون في بيت الشراكة يعني موضوع إلو علاقة بالزواج إلو علاقة بالارتباط بالأفراح بالمناسبات إلو علاقة بقضايا قضائية إلو علاقة بالتعامل مع الشركاء إن كان شركاء مال أو شركاء عاطفي أما بالنسبة للعطارد فهو ما زال موجود في البيت السابع ورح يضل للبيت السابع برضو فتأثيراته رح تكون نفس الشيء القدرة على التواصل أو الإقناع أو التعامل مع الشركاء لأنه يعني بسبق شمس في المرحلة هاي فعشان هيك بيمهد الطريق أمام أي شيء إلو علاقة بالشراكة والأمور اللي بتتعلق بالشركاء أما بالنسبة للزهرة ما زالت موجودة بالبيت الخامس طبعا الأسبوع هذا أقل حدية من الأسبوع الماضي فعشان هيك بترجع وتركز على الأمور العاطفية وعلى الأحباء والتواصل مع الأحباء أو إنجاز بعض الأمور من خلال بعض الأحباء برضو جيد إلى العلاقات العاطفية والتواصل مع الأحباء أو الأبناء أو الوالدين أما بالنسبة للمريخ فما زال بيتراجع في البيت الأول لك فعشان هيك العصبية والحدية في بعض الأوقات أو ضيق الخلق من سميها إحنا مش ضيق الأخلاق ضيق الخلق يعني بمعنى آخر العصبية ما بتتحمل أي استفزاز ما بتتحمل أي كلمة فممكن الثور ثورة عارمة بأي شخص وممكن أنه يعني توصل الأمور لمشاحنات أو ملاسنات ضبط الأعصاب مطلوب طالما أنه المريخ بتراجع وخصوصا أنه ما زال في العشرية ثالثة فأصحاب العشرية ثالثة هم أكثر الأشخاص بيعانوا من هذه المسألة إما أصحاب العشرية الأولى والثانية بتكون ضغط على الأمور المالية أما بالنسبة للجدي فطبعا المشتري رجع للحركة الأمامية فصار يمنح بعض الحظوظ إلها علاقة بالسمعة أو بوظيفة أو بطريق التعاملكم مع زملائكم أو رؤساءكم بالعمل وخصوصا موليد العشرية الثانية زحل ما زال فيتراجع وبلوتو ما زالوا فيتراجع في العشرية الثالثة فأصحابها هم أكثر ناس بيعانوا فعشان يكي بنقول لهم ديروا بالكم من تشويه السمعة مخالفة القوانين أي أمور إلها علاقة بالمخالفة القضائية يعني الفترة هاي حساسة وبرضو بتهدد سمعتكم ما في داعي برضو للخلافات في مكان العمل أو مع زملائكم أو رؤساءكم بالعمل أما بالنسبة لنبتون نبتون في بيت المتاعب وهو برضو إلو علاقة بيت المتاعب بضغط أكثر شيء على الصحة وعلى العمل فعشان هيكي بيجيب بعض الأوهام أو بعض المخاوف أو طاقتكم شوي بتكون يعني مش تابتة بالفترة هاي فديروا بالكو من أي شيء إلو علاقة بالوسواس أو الوهم اللي بتركز على العمل أو بتركز على الصحة أو صحة أحد الأحبة أما بالنسبة لأورانوس فما زال برضو بيتراجع في البيت الثاني وهو اللي بيضغط على الأمور المالية أكثر فعشان هيك بيجيب مصاريف مفاجئة وبجيب أشياء لها علاقة بدفع الأموال أو التكاليف أو الأشياء اللي بتيجي لها علاقة بمصاريف عادة بتيجي صحية أو مصاريف منزلية وعائلية ضبط الميزانية بيكون أفضل في أشخاص طبعا على حسب خارطتهم الفلكية ممكن يحصلوا أرباح بشكل مفاجئ من أورانوس ولكن أنا بنبه ما في داعي للمجازفات والمغامرات المالية بالفترة هاي لأنه أورانوس بما أنه بتراجع وبشكل بعض الزوايا الصعبة فعشان هيك المغامرات لازم تكون محسوبة ومدروسة بشكل جيد خلينا نروح على التوقعات الأسبوعية ونشوف القمر إيش كمان هو بده يعطينا خلال هذا الأسبوع أو يعطيكم طبعا من مساء اليوم الخميس القمر في الميزان حتى مساء يوم السبت طبعا بما أنه موجود في الميزان يعني مقابلك تماما بيركز على أمور لها علاقة بالشراكة أو تعزيز الشراكة أو التفاهم ما بينك وبين الشركاء أو الأزواج ولكن بطبيعته بتواجده شوي بيقلل من الطاقة عندكم بيخلي في عندكم نوع من عدم التفاهم أو نوع من أنواع العصبية أو في مشكلة معينة ممكن تظهر بتتعقد بعض الأمور عند بعض الأشخاص ممكن يكون في بلبلة في مسألة معينة أهم إش أنك تعالج الالتباسات والسوء التفاهم عالجها بموضوعية بدون حدية وتعصم حاذر من القطيعة والدعاوى القانونية خصمك بالفترة هاي دائما بيكون أقوى منك لأنه طاقتك أضعف والعراقيل بتستفزك بالفترة هاي من مساء يوم السبت القمر بيصير بالعقرب حتى مساء يوم الاثنين وهاي بتحمل لك فرص إلها علاقة لمكاسب مالية مصدرها شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية عالج الأمور بموضوعية وتجرد وكون حريص على تلطيف الأجواء واستشر وتأكد من المعطيات قبل التوقيع على عقد أو على مشروع من مساء يوم الاثنين القمر طبعا رح يعطي إيجابية كاملة لأنه رح يصير موجود بالقوس ورح يستمر فيه حتى منتصف ليل الأربعاء على الخميس فهاي الفترة هي المميزة خلال هذا الأسبوع اللي هي من مساء يوم الاثنين لمنتصف ليل الأربعاء للخميس هاي أفضل فترة لازم تستغلوها بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة بتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ممكن تذهب في رحلة أو تروج العمل أو تحصل على معلومات ما بتتوقعها بيكون عندك نوع من النجاح وحظ في حياتك العاطفية والعائلية حتى على المستوى القانوني أو القضائي برضو الأمور دعملة إلك بقوة فلا تترك هاي الفترة تضيع بدون ما تستثمرها من منتصف ليل الأربعاء على الخميس القمر بصير موجود بالجدي حتى صباح يوم السبت هي بتتركز جهودكم نحو العمل والعلاقة مع المسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة أهم شيء ما بينفعك العناد والتحدي وإن اشتدت الضغوط حاول أنك تبرر عملك وإظهر مهاراتك ممكن تكون الظروف معقدة وصعبة لكن أنت طباعك وأفكارك شوي بالفترة هاي مشتتة إذا حاولت إنك تأخذ بالمعطيات اللي إحنا حكيناها وركزت على نقاط الضعف ونقاط القوة راح تستفيد بشكل جيد برج الثور طبعا الشمس أول شيء ما نحكي عنها هي موجودة في البيت الخامس ورح تنتقل للبيت السادس فعشان هيك كثير من موليد برج الثور بالفترة الماضية يطوروا مسألة إلها علاقة بالعاطفة ينشطوا بأمور عاطفية يدعمهم الحظ في بعض المسائل يبدأوا بعلاقة عاطفية معينة يعززوا علاقتهم العاطفية ما بينهم وبين أحبائهم وفي كثير من موليد برج الثور ممكن خطبوا أو بدأوا بمراحل اتفاق لخطوبة أو زواج طبعا راح ينتقل الشمس راح تنتقل للبيت السادس اللي هو زي ما حكينا يوم 22 اللي هو يوم الثلاثة فعشان هيك راح يصير في البيت السادس عندك وهو بيت إلها علاقة بالعمل إلها علاقة بالصحة فعشان هيك بدكوا تنتبهوا لعملكم حاولوا تستغلوا الفترة هاي لتقديم الطلبات أو تعزيز أمور إلها علاقة بالعمل الأجواء بتدعمكم إما تحاولوا تدخلوا بخلافات ما بينكوا بين زملائكوا أو رؤساكوا بالعمل وبرضو الفترة هاي جيدة لرقابة الصحة أو أمور طبية أو استشارات طبية فعشان هيك يعني ممكن بعضكوا يشعر ببعض التعب إن شعرت بهذا التعب حتى لو كان بسيط ملفت للانتباه راجع طبيبك ما تهمله بالنسبة لعطارد عطارد في البيت السادس إجمالا هو موجود من الأسبوع الماضي ورح يستمر معنا كمان هذا الأسبوع في نفس المكان الأسبوع هذا رح يشكل زواي صعبة فعشان هيك لازم تنتبه لجهازك العصبي من التوترات والتقلبات الصحية اللي ممكن تيجي على المستوى الصحي وعلى مستوى العمل صحيح هو بيدعمك في بعض المسائل وبيخليك جريء أكثر ولكن ما تغامر وما تعرض صحتك للخطر أما بالنسبة للزهرة الزهرة موجودة في البيت الرابع صحيح كانت الأسبوع الماضي يعني ما إلها هالأثار القوية لأنها كانت مشكل زوايا سلبية مع المريخ ومع أورانوس اللي أسبوع هذا أكوى على مستوى إلها علاقة بالبيت أو العقارات أو العائلة أو مسائل إلها علاقة ممكن عودة لأرض الوطن أو إلها علاقة بالهجرة أو أشياء إلها علاقة حتى بالعاطف ما بينك وبين الأبناء فممكن هاي برضو دخلت الفرحة على أشخاص من موليد برج الثور أو صارت أفراح عندهم واطمأنت قلوبهم لمسألة داخل البيت أما بالنسبة للمريخ البريخ ما زال بتراجع في بيتك 12 عشان يكل أسبوع الماضي حذرنا من التراجع هذا وخصوصا بعض الموليد اللي هم من موليد العشرية ثالثة أكثر ناس بدهم ينتبهوا والأسبوع هذا كمان ينتبهوا ما يدخلوا على أماكن مجهولة ما يغامروا ما يجازفوا ينتبهوا لبعض الأشخاص اللي بكيدوا لهم أو بتآمروا عليهم بالخفاء برضو ما تهملوا عملكم وما تهملوا التقلبات الصحية اللي ممكن تصير بشكل مفاجئ أما بالنسبة للجدي الجدي طبعا في ثلاث تواكب أساسية المشتري بدعم موليد العشرية الثانية أكثر وأول العشرية الثالثة فبدعمهم في مسائلها علاقة بالسفر أو الهجرة أو الدراسة الجامعية أو البحوث أو الدورات أو التعلم إجمالا وبرضو بتجيب لهم مكاسب من خارج البلاد أو من جهة أجنبية أو من شخص أجنبي أما بالنسبة لزحل وبرضو بلوتو اللي بيتراجعوا فهدولا بضغطوا على موليد العشرية الثالثة في نفس الأمور اللي حكيناها ممكن يزيدوا شوي على مسائل إلها علاقة بالقضاء أو القضايا القضائية وبرضو من نحكي لكم ننتبهوا أثناء تنقلاتكم وأثناء امتحاناتكم وأثناء دراستكم لأن شوي الفكر بكون مشتت بالفترة هاي أما بالنسبة لنبتون نبتون في البيت 11 وهو بيت الأصدقاء فعشان هيكي شوي بيركز على بعض الأمور اللي إلها علاقة بالأصدقاء أو لقاءات أو ممكن كنت نشط بالفترة الماضية بلقاء بعض الأصدقاء أو تعرفت على أصدقاء جدد في منكو بسبب تراجع نبتون سببت خلاف أو سوء تفاهم ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو يعني نقاش حاد أو استأت من مناسبة معينة أو من أحداث معينة طبعا برضو ما زال هو بيتراجع بشكل بعض الزوايا فعشان هيكي بدكو تنتبه من خلافات أو حدية برضو رح يظل النشاط مستمر على المستوى الاجتماعي وعلى مستوى لقاءات الأصدقاء أما بالنسبة لأورانوس أورانوس في البيت الأول عندك وهذا اللي بيعمل تقلب سريع على مستوى المزاج بيعمل حدية بالطباع ردات فعل سلبية توتر تقلب في المزاج برضو شوي بيخليك بتخاف من بعض المسائل حاول قدر الإمكان ما تغامر وما تجازف بدون دراسة الأوضاع أو تحليل الأمور بشكل عقلاني أو بشكل علمي أو استشارة بعض أهل الاغتصاص في بعض المسائل اللي بتخصك أما بالنسبة لتوقعات تحركات القمر تحركات الأيام فأول إشي رح نحكي من مساء يوم الخميس اللي هو اليوم القمر صار موجود في الميزان ورح يستمر فيه حتى مساء يوم السبت وهنا بتكون تنتبهوا هذا البيت السادس فبيتراكم العمل عندكم لكنكم ممكن تجدوا تعاون من الزملاء مارسوا نشاط بدني للمحافظة على لايقدكم بتتزامن الواجبات وممكن تصعب في بعض الأوقات ممكن تضطر للعمل وقت إضافي وممكن تنضغط بعمل ما حاذر من المشاكل الصحية وراقب وضعك الصحي بشكل جيد من مساء يوم السبت القمر بصير موجود بالعقرب حتى مساء يوم الاثنين وانا بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفي يعني ما بينكم وبين الأزواج أهم مش أنك تحافظ على هدوء عصابك ونبرد صوتك لا تعرض لقاءك للفشل ممكن تتسبب لك هاي الفترة شوي هيك نوع من أنواع الحزن أو أنك تشعر بالظلم أو القهر في بعض الأوقات أهم مش أنك ما تيأس وكون صبور لأنه ممكن أنه تكون لك برضو نجاحات قوية جدا خلال هاي الأيام من مساء يوم الاثنين القمر بصير موجود بالقوس حتى منتصف ليل الأربعاء على الخميس بتعيدوا تنظيم أموركم المالي المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة سارع في تهدئة الأجواء هاي فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك أنك تتحلى بالليونة والتفكير الموضوعي من منتصف ليل الأربعاء على الخميس القمر بصير في الجدي حتى صباح يوم السبت فعشان هيك بالفترة هاي بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو اتصال بعيد ممكن تزداد رغبتك في التقرب من أحبائك وتعزيز العلاقة معهم لا تجعل شيء يحبطك التطورات غنية بالفرص المناسبة بتنحصر عواصف الأيام الأخيرة وبترتفع المعنويات وبتطمئن خواطرك نسبيا فترة مناسبة للسفر لورشات العمل للدراسة للامتحانات للمقابلات للمناقشات للتنقلات إجمالا فترة مثمرة وممتازة جدا وراح تكون فيها كثير من الأشياء المميزة لا إلك برج الجوزاء طبعا الشمس موجود في البيت الرابع وهذا أثر عليك بالفترة الماضية لأنه هي زاوية تربيع بتكون مع برجك وهي زاوية سلبية فعشان هيك وجودها أثر عليك على مستوى البيت مشاكل خلافات بوجهات النظر جدالات بينك وبين أفراد العائلة سوء تفاهم أو عدم القدرة على التواصل أو التفاهم مع أفراد العائلة جاب مشاحنات أو خلافات أو أعطال أو اهتمام بشؤون عائلية كانت مربكة في منكو اهتم بمسائل إلها علاقة بالعقارات أو ببيت جديد أو شراء بيت أو اهتم بتسويق لبيت معين الأجواء هاي رح تظلها مستمرة نفسها لغاية يوم 22 له يوم الثلاثاء بعدين القمر رح ينتقل للبيت الخامس وهنا هاي أفضل فترة خلال هذا العام رح يتمر عليك إن شاء الله تعالى لأنه هذا البيت الخامس والبيت الخامس هذا بيت الحض وبيت العاطفي وبيت الحب بيت الزواج بيت الارتباط بيت بداية العلاقات الغرامية بيت تطور وضع معين إلو علاقة بالعاطفي والحب فهذا يوم أو فترة مميزة قادمة لإلك طالما إنه الشمس رح تكون موجود في الميزان فهي أفضل فترات اللي إلك أنت تستثمرها أو تحاول إنك تحقق منها أرباح تكون لصالحك طبعا عطارد هو موجود بالبيت الخامس هو مهد الطريق على بعض أشخاص من برج الجوزاء يعني بداية تلميحات أو إشارات أو بداية طريق أو قدرة على التفاهم مع الأحبة أو الجراءة لتوصيل الرسائل أو دفعتك لفتح أبواب معينة كان صعب أنك تفتحها أو قرارات اتخذتها أنت أو عزمت على فكرة معينة حابب أنك أنت تقدم عليها بالفترة القادمة مع الشمس تصير الأمور إحسن وأجمل حتى على مستوى الهوايات ومستوى النجاحات والأمور الفكرية ممتازة جدا أما بالنسبة للزهرة فالزهرة في البيت الثالث ضغطتك بالفترة الماضية لأنها كانت عاملة زوايا تربيع زي ما حكينا زواياها كانت موجودة مع أورانوس مع المريخ فعشان هيك سببت لك نوع من أنواع سوء التفاهم عدم القدرة على توصيل المعلومة عملت بعض البلبلة خلت في صعوبة بإيصال المعلومة برضو عملت عندك نوع من أنواع التسرع والتهور في بعض المسائل التقلب بالمزاج كان عالي جدا بالفترة الماضية طبعا كله بسبب أمور إلا علاقة بالزهرة وهاي الأشياء أثرت عليك سلبيا الأسبوع هذا الأجواء أحسن ودعمي لك أقوى على مستوى الاتصالات والمواصلات وتعامل مع الإخوة مع الجيران حتى على مستوى الدراسة الأجواء جيدة ابتدعمك بقوة حاول أنك تستفيد من وجودها لأنه برضو هذا بيت داعم لإلك وقوي في منك ورح يهتم بأمور الهالاقة بالسيارات أو شراء سيارة أو استبدال سيارة أو أمور الهالاقة بالاتصالات والمواصلات أما بالنسبة للمريخ بما أنه موجود في البيت 11 فهو خلى حدية أو انزعاج من بعض الأصدقاء وخصوصا موليد العشرية الثالثة هم أكثر ناس عانوا من هذه النقطة أنه خاب أملهم في بعض الأصدقاء أو انزعجوا من تصرفات بعض الأصدقاء أو دخلوا بحدية بنقاش أو حوار ما بينهم وبين صديق في أشخاص جازفت بأشياء غلط مع بعض الأصدقاء فعشان هيك ديروا بالكو برضو الفترة هاي لسه ما زالت مستمرة لأنه المريخ بيتراجع فعشان هيك ديروا بالكو من هاي الأمور في أشخاص منكو راح ينشطوا اجتماعيا يلتقوا بأشخاص أو صداقات جديدة وممكن يتوجه لكو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة في خلال هذا الأسبوع أكثر من مرة أما بالنسبة للجدي اللي هو يعتبر بيت قوي جدا بالنسبة لك هو بيتك الثامن وعندك المشتري رجع لحركة الأمامية موليد العشرية الثانية أول الثالثة أكثر المستفيدين على مستوى تحصيل ديون لإلهم أو أشياء كانت معدوم صعب يقدروا يحصلوها بحصلوها قضايا قضائية إلها علاقة بالنفقة أو ميراث ممكن تنحسن بالفترة هاي أو تصير لصالحكم أكثر إشيئ له علاقة بالقروض أو الهبات أو الدعم أو المساعدات برضو ممتازة جدا وهاي بتحكي عن الأموال اللي ما بتعود لك يعني شيء بالديود كل عليك كنوع من أنواع الدعم برضو اللي بدرسوا بالعلوم الروحانية أو الأمور الغيبية الفترة هاي يعني برضو رح ينشطوا بشكل قوي جدا ورح يحققوا نتائج جيدة أما بالنسبة لزحل وبلوتو اللي بيتراجعوا فهدولا بيضغطوا على موليد العشرية ثالثة تحديدا في بعض المسائل اللي إحنا ذكرناها فبيعركس عليهم الأمور أو بيخلي الأمور تمشي بصعوبة ببهات كرار محاولة أكثر من مرة عشان تكون لصالحكم أما بالنسبة لنبتن بما أنه في البيت العاشر فهو بيعمل مخاوف على مستوى العمل مخاوف من أشخاص تعملوا معاهم من زملائك ورؤساك بالعمل بتجيب شوية خلافات أو نقاشات إلها علاقة بالعمل أو السمعة صحيح إنه نبتن مش منتحس كثير فعشان هيك هاي بتعزز لبعض الأشخاص إما مسائل إلها علاقة بعمل جديد أو التفكير في عمل ما جديد ويكون مميز ولصالحكم أما بالنسبة لأورانوس أورانوس اللي بيجيب المفاجآت على مستوى أمور إلها علاقة بالعمل وإلها علاقة بالصحة فعشان هيك بتكو تنتبهوا ما زال بيتراجع في مكانه وفي نوع من أنواع الصعوبة فعشان هيك بتكو تنتبهوا من مفاجآت لأنه هاي بيجي بشكل مفاجئ على مسائل إلها علاقة بالعمل إلها علاقة بالصحة إلها علاقة بتقلب المزاج إلها علاقة بصحة أحد الأحبة اما بالنسبة للقمر فطبعا من مساء اليوم الخميس القمر في الميزان بيتك الخامس حتى مساء يوم السبت فعشان هيك بتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات اهمش انك تلطف الاجواء واعد العلاقات لطبيعتها بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات بتحل مسائل عالقة او كانت مستحيلة هاي الفترة ايجابي ودعمي لايلك بالقوة هائلة جدا على المستوى العاطفي على مستوى الحظوظ على مستوى الفكر على مستوى الانجازات فحاول انك تستغلها لانها هاي فترة يعني ما بتتضيع من الايد يعني بدك تتحرك من مساء يوم السبت القمر بصير في العقرب حتى مساء يوم الاثنين يعني برج مش حليف لايلك عشان هيك منقولك انجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم نظموا جدوى الغذاءكم خذوا قصد كافي من الراحة لا تسمح لاحد بالتشكيك وقدراتك ناقش واستفسر عن التفاصيل استشر الخبراء لا تتشبث برأيك واستمع الى اراء الاخرين بهدوء وروية ما تتسرع في قراراتك ممكن تنشغل بملف او معاملة شوي يكون فيها نوع من انواع صعبة من مساء يوم الاثنين القمر بصير في القوس حتى مساء ليل الاربعاء على الخميس وهي فترة مناسبة لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل او العاطفة او ما بينكم بين الازواج هاي الفترة سلبية وضاغطة لان طاقتك بتكون فيها ضعيفة وما بينفعك سوى الصبر والمرونة اهم اشي انه ممكن تتعرض لبعض المضايقات او الخلافات حاول انك تكون ضابط اعصابك ومتحكم فيها وما تنجر ورا الاستفزازات من منتصف ليل الاربعاء على الخميس القمر بصير في الجدي وحتى صباح السبت عشان هيك بتعيدوا تنظيم اموركم المالية والفرصة متاحة لمكسب من شراكة او تعويض صحتكم او صحت قريب الكم بحاجة للرعاية اهم اشي انه ما تتشبث بمواقف متصلبة حاول انك تكون مرن ومبتسم ناقش بليوني ودبلوماسية اتكلم وعبر عن اراءك بجراءة وثقة وعن سابق معرفة ابدأ فترتك بروح رياضية برج السرطان طبعا الشمس موجود في البيت الثالث وهي اللي اعطتكو الطاقة الكبيرة اللي كانت بالفترة الماضية اللي دعمتكو على مستوى الاتصالات على مستوى النشاط الحركة التواصل الإقناع جابتلكو حظوظ قوية جدا بالفترة الماضية في منكو اشترى سيارة او اهتم بجهاز هاتف او ممكن نشط بعلاقة اكثر من الفترة الماضية مع اخ او مع جار في منكو حصل اشياء على مستوى الدراسة او امتحانات او مقابلات صحيح في اشخاص صارت معهم في نفس البيوت اللي احنا ذكرناها اشياء سلبية ولكن اجمالا الاغلب من موليد برج السرطان حققوا انجازات رائعة على هذا المستوى في خلال فترة الاسابيع الماضية وطبعا الاسبوع هاد لغاية يوم 22 برضو الاجواء ما زالت دعميتهم يوم 22 الشمس رح تنتقل للبيت الرابع فبصير الاهتمام الى علاقة في البيت بالعائلة بالعقارات بافراح مناسبات اشياء لها علاقة بالعيلة او بالبيت او بالاشياء اللي احنا ذكرناها ممكن تشتري بيت ممكن تهتم بعقار ممكن تستأجر شقة ممكن تنقل من مكان لمكان او تبدأ بورشة صيانة او ترتيب للمنزل او توطيد العلاقات العائلية بتكون اكثر في منك رح يهتم بصحة احد افراد العائلة اما بالنسبة لعطارد فهو تلقائيا موجود في البيت الرابع وهو ساعدك بقدرة التواصل مع افراد العائلة ويعني وانجاح بعض الامور اللي لها علاقة بدعم او مؤازرة او تقديم يد العون من افراد العائلة او انت بادرت في هاي النقطة اما بالنسبة للزهرة فالزهرة يعني ما زالت موجودة في البيت الثاني فهي مكان من المفروض الاسبوع الماضي انها تعطي فرص مالية وتدعم على المستوى المالي او تجد حلول لازمة مالية ما الاسبوع هاد لفتحة الامور بشكل اوسع فعشان هيك يصير فيه فرص مالية وعادة اشخاص رح يحصلوا مكاسب تيجي من عمل اضافي او مستردات او هبات او نوع من انواع الدعم في منكو رح يحصل اموال الو يعني الو كان صعب انه يحصلها بالفترة الماضية او كانت ديون مع دومة او اشخاص كانوا نصبين عليهم ممكن الفترة هاي يحصلوها ويهتموا بسداد بعض الديون اهم اشي ديروا بالكم من المصاريف لزيادة او المغامرات المالية اما بالنسبة للمريخ فالمريخ موجود بالبيت العاشر فعشان هيك ما زال بيهدد موليد العشرية الثالثة بامور الها علاقة بالسمعة فما في داعي للمجازفات ولا المغامرات ولا مخالفة القوانين ولا الدخول باشياء مشبوهة حاول انك ما تدخل بخلافات ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل او تتأخر عن عملك او تهم العمل ما تراجع المريخ مش سهل ودائما بيجيب مشاكل بشكل كبير وبشكل يعني بتكون شوي عنيفة فعشان هيك بتكون تنتبهوا من اي شيء ممكن يشوه سمعتكم اما بالنسبة للجدي فالجدي طبعا هو بيتك السابع وبما ان المشتري رجع للحركة الامامية فهو رح يجيب فرص الها علاقة اما لمصالحة او تراجع عن قرارات سابقة الها علاقة بالازواج او توطيد علاقة زوجية او زواج لبعض موليد مرج السرطان وبيجي بشكل مفاجد وتقليدي اما بالنسبة لزحل وبلوتو فهم بيضغطوا على موليد العشرية الثالثة وممكن العلاقات الضعيفة او الزواج الضعيف يعني تكون عرضة للانفصال اذا ما مسكوا اعصابهم وضبطوا اعصابهم من النقاشات والخلافات والجدالات اللي مائلها داعي لانها ممكن تتطور بشكل عنيف وسريع اما بالنسبة لنبتون نبتون موجود في البيت التاسع فعشان هيك بعض الرغبة لنسبة كبيرة من موليد برج السرطان الرغبة بالسفر او بالهجرة او بالسفر اللي بعيد بعلاقات عاطفية مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام بالدراسة بالجامعة بامور القضايا القضائية كلها فيها نوع من انواع الاهتمامات على هاي المسائل وبرضو في احلام لهاي الامور وممكن تدخل لمرحلة انه اوهام لانه نبتون بتراجع فعشان هيك بعضكم ممكن يخيب امله في بعض النقاط اللي احنا ذكرناها اهم شي اللي عنده امتحانات جامعية او مقابلات يبل ما يروح عليها بد يكون دارس ومستعد يبل ما يقدم على اساس انه ما يتفاجأ بشيء مخيب لاماله اما بالنسبة ل اورانوس فهو في البيت 11 بيجيب لك مناسبات اجتماعية بشكل مفاجئ فممكن يفاجأك بدعوة او بلقاء او بحضور مناسبة معينة في منك رح يهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة ببعض الاصدقاء اما هو بيبادر بمساعدتهم او هم بيبادر بمساعدتك ولكن بما انه اورانوس فممكن يحدث بعض المفاجئات تتعلق فيك في بعض الاصدقاء ممكن هاي المفاجئات تكون سلبية او محبطة او حتى يعني انك انت شوية صدم من هذا التعامل اما بالنسبة لحركة القمر طبعا من مساء اليوم الخميس القمر في الميزان حتى مساء يوم السبت ابتحتل الامور البيتية والعائلية القسط الاكبر من تفكيركم بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع افراد العائلة اهميش انك تتجنب توبيخ الاحباء او لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية او شخصية اهميش انك تواجه الامر الواقع بمنطق وحاول ايجاد تسويات تحمي حقوقك لا تفرض رأيك فترة مناسبة للسفر ولا الاستثمار من مساء يوم السبت القمر بصير موجود بالعقرب حتى مساء يوم الاثنين هاي الفترة اقوى الفترات واكثرها حظا خلال هذا الشهر وحاول انك ما تضيعها نهائيا لانه هاي جيدة على المستوى الحضوظ وجيدة على مستوى العاطفي تجتاز فترة ايجابية تبعث على البهج والانشراح ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا ممكن تنجح في مفاوضات وتحقق اعمالك تقدم واضح خصص وقت لعائلتك انت مشحون بالحيوية والحماس لمتابعة مسائل وللتواصل مع المحيط ممكن برضو تجيك اخبار ما كنت تتوقعها نهائيا بتكون لصالحك من مساء يوم الاثنين القمر بصير في القوس حتى منتصف ليل الاربعاء على الخميس انجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وتنتبهوا لغذائكم وراحتكم كون منظم واحسن ادارة عملك وحاذر من الجدال مع المعاونين ما تهمل صحتك ما تأجل ولا تماطل عملك حتى لو اضطرر للعمل لساعات اضافية من منتصف ليل الاربعاء على الخميس القمر بصير موجود بالجدي حتى صباح يوم السبت وهنا بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم سواء في العمل او في العاطفة الفترة هاي مناسبة للقيام بعمل مشترك لكن الاجواء شوي بتكون متوترة لانه يعني القمر بصير مقابلك تماما فبسحب من طاقتك ركز بشكل جيد وما ترتجل الاجواء ضاغطة نسبيا والمسؤوليات بتكون كبيرة اهمش ان تهدئ من روعك وما تنفعل وما توصل لأمور الحلاقة بالقضاء برج الاسد طبعا الشمس موجود في البيت الثاني وبدأت انتقل للبيت الثالث وبما انها في البيت الثاني يعني هذا بيت المال بيت الفرص المالية هو صحيح يعني انعش بعض موليد برج الاسد ماليا وجدوا بعض الحلول لبعض المشاكل المالية انقذهم الحظ او القدر من ورطات مالية في اشخاص بسبب تقابل الشمس مع نبتن في الفترة الماضي ورطوا بمسائل الها علاقة بالغرامات او التكاليف او المصاريف المفاجئة طبعا انتقالوا للبيت الثالث هو البيت الاقوى والحليف لألك فمن يوم 22 الشهر الاجواء بتصير ايجابية ودعمل اليك بقوة على مستوى الاتصالات والحوارات والتنقلات والسفريات القصيرة والاهتمام بالسيارات فمنكم ممكن اشخاص تشتري سيارة او تهتم باشي لعلاقة بالسيارة او تصليحات او تغيير سيارة مثلا او امور الها علاقة بالميكانيك او باجهزة الالكترونية تليفون كمبيوتر اهدية جائزة يعني كل شيء متوقع حتى على مستوى الدراسة فهي ممتازة جدا وخصوصا ان عطارد كمان موجود في البيت الثالث فبيشجعك على مستوى التوصيل المعلومة القدرة على ايصال الفكرة برضو على الدراسة والامتحانات هو جيد دعمك بشكل قوي وممكن برضو توطيد العلاقة ما بينك وبين الاخو والجيران كان مميز ورح يظل مميز بالفترة القادمة وبشكل اقوى كمان فممكن يعني تستغل بعض المعارف او العلاقات لحل كثير من المسائل في الفترة القادمة بس التحذير من ايش واحد انه عطارد رح يشكل زوايا سلبية خلال هذا الاسبوع فاثناء قيادتك للسيارة بدك تنتبه اثناء حواراتك ما بدك تعصب واثناء امتحاناتك بدك تكون مستعد فقط لا غير اما بالنسبة للزهرة طبعا الزهرة موجودة في البيت الاول كان من المفروض انها تمنحك اشياء ايجابية بالكامل لكل موليد برج الاسد ولكن هي منحة لقلة منهم اما انهم بدأوا بعلاقها عاطفية او حب جديد او غراميات او التوصل لا اتفاق عاطفي ما بينهم بين الاحباء لا تطويره لا زواج او لا ارتباط او لا عشق مستقبلي او لا امور كلها الها علاقة بالعاطفي والجمال والتجميل والاهتمام بالذات وقسم اخر من موليد برج الاسد يعني صار عندهم نوع من انواع السلبية اما انهم انهوا علاقة عاطفي او خاب املهم بحبيب او اكتشفوا خيانة حبيب او دخلوا بصدامات عنيفية جدا مع حبيب فهاي الامور طبعا ترتبط مع الزوايا اللي تشكلت الاسبوع الماضي اللي كان الزهرة بشكل زاوية تربيع مع المريخ ومع اورانوس فسبب هاي الخلافات ولكن اجمالا موليد الاسد يعني بمره في فترة داعم لهم وخصوصا مع انتقال الشمس بتصير الاجواء احسن وافضل اما بالنسبة للمريخ فالمريخ في البيت التاسع هو اللي عمل بعض الاشياء الصعبة لموليد العشرية الثالثة الها علاقة بالقضاء الها علاقة بالدراسة الها علاقة بالجامعات الها علاقة باجانب او تعامل مع اشخاص خارج البلاد عمل خلافات او جدالات او نقاشات او استياء من بعض الاشخاص فيه اشخاص حتى اللي عندهم مسائل قانونية او قضائية طورت بشكل مخيف ومرعب وبسرعة هائل جدا فعشان هيك برضو الاسبوع هذا بتنتقل معنى نفس التأثيرات للاسبوع القادم في من كرح يرغب بسفر او بتواصل مع اشخاص خارج البلاد او اجانب او يطور علاقة معينة من مرحلة لمرحلة ولكن اهم اشيك اللي عنده امتحان او مقابلة بده يدرس ويستعد بشكل جيد وخصوصا الاشخاص اللي عمقاعد الدراسة الجامعية اما بالنسبة للجدي فهو طبعا بيتك السادس وعندك المشتري رجع للحركة الامامية فبعطي قدرة هائلة جدا على اشي لعلاقة بالعمل او تطوير عمل ما او انجاح عمل ما او عمل بوظيفة جديدة او ترقية بدعم بقوة وبساعد على امور صحية ممكن تجد علاج اذا كنت مريض بالفترة الماضية ممكن تجد علاج او تتشافى او تصير يعني الاجواء احسن لك اما بالنسبة لاموليد العشرية الثالثة فطبعا زحل وبلوت وبيتراجعوا فعشان يكادوا لأكثر الاشخاص اللي لسه لنهاية الشهر لا يبلشوا يحسوا بالاجواء فعشان يكي بظل ضاغط عليهم على العمل وعلى الصحة اما بالنسبة لنبتون فهو في البيت الثامن فهو بعزز امور الها علاقة بالوضع المالي المشترك فعشان هيك في منكو اما انكسر عليه قسط او قرض او انضغط بامور مالية والامور المالية اجت ضغطها على مسائل اما مصاريف بيتية او مصاريف علاجية او يعني باشياء من تحت الارض طلعت لهم وزي قروض وديون والتزامات او مصاريف او عبئ زيادة عليهم مالي الفترة هاي ما زالت الامور موجودة ولكن انه فيها نوع من انواع المكاسب يعني في بعض الحلول للامور اللي احنا ذكرناها في اشخاص راح تحلها في اشخاص راح تهتم بمسائل لها علاقة بالقضاء او بامور قانونية مالية لها علاقة لها علاقة بالتركة ميراث اشياء لها علاقة بقضايا مالية مثل طريبة او تأمين اهم اشي انه تكونوا منتبهين ما تورطوا حالكوا بمشاكل كبيرة قصوصا المالية وبرضو ما تجازفوا في امور لها علاقة بالمشاريع او المقامرات المالية بالفترة القادمة اما اورانوس اورانوس في البيت العاشر فهو اما برفع يعني شهرتك لأعلى الدرجات او بنزلك لتحت الارض يعني ما عنده حل وسط اورانوس دائما بالمفاجآت فهو بما انه في بيت السمعة بيت الوضع الاجتماعي بيت الشهرة فعنده واحد من الثنتين يا اعلاها يا اعلاها يا اوطاها على حسب تقلباته فعشان هيك بتكونوا حذرين ما تخالفوا القوانين ما تجازفوا بسمعتكم ما تدخلوا بمواجهات وخلافات حتى لو كانت مفاجئة ما في داعي للمغامرات لانه برضو رح تنحسب عليكم بشكل سلبي اما بالنسبة للتوقعات على حسب تحركات القمر من مساء اليوم الخميس القمر موجود في الميزان حتى مساء يوم السبت فعشان هيك بتنشطوا في أمور الهلاقة بالدراسة والسفر والاتصالات فعشان هيك لازم تستغلوا الفترة هاي بكل طاقتكم اللي تستفيدوا منها بكل شيء ايجابي زي ما حكينا بتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات بوسعكم اجتياز امتحان بتعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتكثر النشاطات حسب حق الاختصاصك بتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن موقفك أهمش انك ما تتردد في التحرك من مساء يوم السبت القمر بصير في العقرب حتى مساء يوم الاثنين فبتنهمكوا في إدخال تعديل على مسكنكم منكم ممكن يغير سكنه بميل أفراد العائلة لمد يد العون لكم ممكن تدخل فترة أو تدخل في فترة مواجهات مع الحبيب أو أفراد العائلة تضبط أعصابك الفترة متوترة جدا ممكن تضطر للاهتمام بأحد أفراد العائلة أو بعطل منزلي أهم اشي انك ما تهمل صحتك من مساء يوم الاثنين القمر بصير في القوس حتى منتصف ليل الأربعاء للخميس وهاي برضو من الفترات القوية اللي فيها الحضوض المطلقة والأمور العاطفية المطلقة فعشان بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم بتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباطات والتصريحات اللي لها علاقة بالعاطفة بما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحباء وصحح الأخطاء من منتصف ليل الأربعاء على الخميس القمر بصير في الجدي له بيتك السادس حتى صباح يوم السبت فعشان هيك بيبدأ العمل أنه يتراكم عندك مع هيك أنتوا قادرين على إنجاز قسم كبير من ما تهمل صحتكم هاي فترة عمل جيدة بكون أكثر انضباط وتنظيم ممكن تنشغل بأمور صحية أو رياضية حافظ على استقرار وضعك الصحي ممكن تقلق بشأن أحد المعاونين أو أحد الأصدقاء وممكن يكون عندك نوع من أنواع العمل الجديد ملاحظة قبل ما ننهي برجك أنه هذا الأسبوع حاول تستغله بكل طاقتك لأنه فيه إيجابيات عالية جداً إليك لمصلحتك الأسبوع القادم مش لمصلحتك زي الأسبوع يعني أقل حبوض فيه فحاول تستغل هذا الأسبوع برج العذراء طبعاً الشمس موجود عندكم ورح تظلها موجودة لغاية يوم 22 9 بعدين رح تنتقل ورح تصير في البيت الثاني في الميزان الأجواء صحيح أنها كانت ضاغطة بالفترة الماضية بشكل متصاعد صار تتحس بنوع من أنواع التغييرات وصحيح أنه ما زال بعض موليد برج العذراء بعانوا من بعض الضغطات أو المعاكسات الفلكية لإلهم ولكن ابتداء من هذا الأسبوع الأجوارها تتغير بشكل كبير وتصير لمصلحتكم على المستوى النفسي على المستوى ثقتك بنفسك على مستوى إنجازاتك على مستوى اهتماماتك على مستوى نشاطك فالأجواء إيجابية بالكامل وبرضو بتدعمك بشكل قوي على كل المستويات اللي ذكرناها وانتقال للبيت الثاني مع عطارد يعني أمور مالية يعني فرص مالية يعني تحسين وضع مالي مكاسب مالية من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو حلول مالية يعني في تطورات قوية جدا ولكن بدك تنتبه من عطارد اللي رح يشكل بعض الزوايا اللي رح تدفعك للمصاريف والمصاريف هاي عادة تمتيجي يا مصاريف بيتية يا عائلية يا صحية انتبه على المصاريف إذا انتبهت منها بتلاقي الأمور ممتازة جدا أما بالنسبة للزهرة ففي بيتك 12 يعني سندتك شوي بطريقة خفية على مسائل إلها علاقة بالعمل اتجاوزت يعني أمور هيك غطت عليك ببعض الأخطاء في العمل أو يعني تقصيرك في مكان العمل ممكن بعضكم ما زبطت معاه يعني عاسب تحركها وخصوصا أنها عملت زوايا سلبية فكشفت أمور أو ممكن دخلتهم للمسائلات وبرضو يعني حمت على المستوى الصحي أو ساعدت في شحن جسمك بطاقة تحميك صحيا وبعضك لما شكلت زوايا مع أورانوس ومع المريخ ضغطتهم صحيا فعشان هيك عملت تقلبات هي هالأسبوع الأسبوع القادم راح تنتقل بتصير عندك بتصير يعني القوة أكبر وبتصير دعملة إليك أكثر أما بالنسبة للمريخ فطبعا هو اللي في البيت الثامن اللي ضغطك على مستوى الأمور المالية المشتركة جاب أعباء أو ضغوطات أو مشاكل مالية تسبب لك نوع من أنواع التوتر أو القلق برضو مطالبات أو قروض أو ديون أو إشي اللي علاقة بالمستوى الأموال القانونية اللي هي أساسا أموال الغير اللي بتيجي أو أمور إلها علاقة بنفقة مثلا أو مشاكل قانونية مالية فعشان هيك برضو ومازال موجود المريخ بيتراجع ولكن تركيزه على موليد العشرية الثالثة أكثر هم أكثر المتضررين من تراجعه لحد الآن ديروا بالك وديروا بالك عصحتكم كمان أما بالنسبة للجدي فالجدي طبعا هو البيت الخامس لا إلك وبما أنه عندك المشتري رجع للحركة الأمامية فبعطي فرص لموليد العشرية الأولى والثانية في أمور إلها علاقة بالعاطفة والحب والحب الخفي وعلاقة من وراء الكواليس وبرضو تعطي فرص للارتباط تعطي فرص لتطوير وضع عاطفي من من عالم لعالم آخر يعني 360 درجة ممكن إنها علاقة يعني تكون يادوب هيك بس نظرة هيك فجأة تصير زواج فعشان هيكي بتكونوا مهيئين الفترة القادمة لبعض الأفراح أو المناسبات اللي رح تكون لصالحكم الحظ رح يكون حليفكم في كثير من المسائل ويدعمكم بقوة خصوصا مع رجعة المشتري لحركة الأمامية ولكن ما زال زحل وبلوتو اللي موجودين في العشرية الثالثة وبيتراجعهم اللي لسه بشكل نوع من أنواع الضغط الأسبوع القادم زحل بنهي تراجعه ولا اللي بعده يعني شهر بلوتو بكون أنها تراجعه فبصير الأجواء أحسن لكن موليد العشرية الثالثة أكثر ناس بدون يكونوا حذرين من بعض التطورات على المسائل العاطفية أو الحظوض ما يغمروا بحظوضهم نهائيا بالفترة القادمة لأن الأجواء لسه مش لمصلحتكم أما بالنسبة لنبتون فالبيت السابع هو اللي جاب خلافات ونقاشات حادة أو سوء تفاهم ما بين الأزواج أو مشاكل إجت بشكل مفاجئ ما بين الأزواج في بعض الأزواج يعني دخلوا بخصام حد جدا الشكوك الغيرة عملية التجسس على الأزواج يعني شغلات العلاقة برضو بالخيانة الفترة الماضية يعني كثرة الأشياء هاي وخصوصا النبتون عزز الشك بشكل أكبر أما بالنسبة أورانوس يعني خلينا نكمل نبتون رح يطل مستمر بنفس الصفة وخصوصا موليد العشرية الثاني هم أكثر ناس بدون يكونوا حذرين من نبتون في بعض كور رح يطور علاقة عاطفية ومصالحة ويتراجع عن قرارات سابقة ولكن هذول قلة من موليد برج العذرة أما بالنسبة لأورانوس طبعا في البيت التاسع هو يعزز نقاط إما سلبية أو إيجابية لأن أورانوس مفاجآت ومفاجآته بتراجع فهي يا إما عند قلة بتكون إيجابية وعند الكثرة ثلثين يعني ثلث بتكون إيجابية وثلثين بتكون سلبية والبيت التاسع هذا له علاقة بالسفر ده بعيد له علاقة بالعلاقة مع الأجانب أشخاص خارج البلاد له علاقة بالجامعات له علاقة بالدراسة له علاقة بالدورات له علاقة بالمقابلات والمناقشات والتنقلات فإما إنه بكون إيجابي ولصالحك يعني بيرقيك في هاي الأمور اللي إحنا ذكرناها وإما إنه بخصفها نهائيا فبدك تكون حذر من هاي التقلبات حاول إنك تكون إذا عندك امتحانات تكون دارس ومستعد إذا عندك مناقشة تكون مهيئة إلها ما تهملها إذا بتشتغل في مجال الاستراد والتصدير نفس الشيء بدك تكون دارس مشروعك بشكل جيد اللي بيشتغلوا في أو عندهم مسائل قانونية أو قضائية نفس الشيء بدهم يستعدوا يكون أوراقهم جاهزة ومعاملاتهم جاهزة وما يسمح للمفاجآت إنها يعني تعكس الأمور وتصير سلبية وضدهم أما بالنسبة للقمر وتوقعات الأسبوع إيش رح يعطيكم خلال هذا الأسبوع من مساء اليوم الخميس القمر موجود في الميزان حتى مساء يوم السبت فعشان هيك ثم فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي منكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة أهم إنك ما تتهرب من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب لا تبالغ بمصاريفك كون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة بتهتم لأمور مالية أو استشفائية من مساء يوم السبت القمر بيصير في العقرب حتى مساء يوم الاثنين فعشان تنشط في الدراسة والسفر والاتصالات فترة مناسبة للخروج في نزهة قصيرة ولتعزيز العلاقة مع أخ أو جر هاي فترة مناسبة للمفاوضات شرط التحلي بالرؤية والحكمة الموضوعية ادعى بدعوك للتكلم والتعبير عن عواطفك وتوضيح أفكارك منكم ممكن يطلق حملة ترويجية أو يسمع خبر سار من مساء يوم الاثنين القمر بيصير موجود بالقوس حتى منتصف ليل الأربعاء على الخميس بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم تجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي ممكن تظهر مشاكل شخصية أهمش أنك لا تتهرب من المسؤولية تجاه العائلة إلا أجواء إعدائية ومتوترة راعي وضعك الصحي من منتصف ليل الأربعاء على الخميس القمر بصير في الجدي حتى صباح يوم السبت وهاي أفضل الفترات يعني تعتبر مقارنة مع وجود القمر في العقرب من مساء يوم السبت لمساء يوم الأثنين يعني هذه مميزة جدا وهاي مميزة أكثر وأكثر وفيها فائدة أكثر وأكثر وتعتبر أفضل فترة أو أفضل فترة خلال هذا الشهر اللي هي وجوده بالعقرب وأيضا وجوده بالجدي تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم فترة مناسبة للنشاط فني برضو هاي الفترة بتحمل أجواء سحرية ومفاجئة وسعيدة بتكون نظرتك للحياة متفائلة ممكن تندم على تصرفاتك الأخيرة وتحاول ترتيب الأمور ممكن تتراجع عن قرارات وممكن تحمل لك مصالحات فترة بناءة وإيجابية وحاول تستغلها إن كان على مستوى عملك أو على مستوى عواطفك برج الميزان طبعا أول شيء رح نحكي عن الشمس بما أنه الشمس موجود في بيت المتاعب الفترة الماضي انضغطوا كثير كان شهر مخيب للآمال أو أكثر من شهر كثير منكم انضغطوا نفسيا وماليا وصحيا وخاب آملهم في أشخاص وانتهت علاقتهم مع أشخاص وكانت فترة محبطة جدا لهم لأنه كان الشمس موجود أول شيء في بيت المتاعب وهي ضغطها كبير طبعا من يوم 22 الشهر الشمس رح تنتقل عندكم وهي فترة إيجابية بداية سنتكم بمعنى آخر رح تبدأ بشكل متصاعد الأمور إيجابية عندكم فعشان هيك بما أنها رح تنتقل وعيد ميلادكم فبنقولكم كلكم كل عام وانتم بخير قبل ما حتى نصل للآخر العشريات وقبل ما يصل عيد ميلاد كل واحد فيكم فإن شاء الله إنها الفترة القادمة أفضل ودعمة بقوة ولمصلحتكم في كثير من الأمور وتتحسن الأجواء بشكل ملموس وسريعة جدا ولكن هي إجمالا بشكل متصاعد ورح تكون قوتها بشكل متصاعد يعني بمعنى كل ما بيجي عيد ميلاد واحد فيكو الأجواء بتتحسن بشكل قوي جدا في تحسنات من وجود عطارد اللي دعم شوي في تحسنات من زوايا فلكية معينة ولكن إجمالا الأجواء يعني تقريبا رح تمشي بالاتجاه الأحسن بالفترة القادمة أما بالنسبة طبعا إلى عطارد بما أنه في البيت الأول وذكرنا برضو نفس الإشي بدعمكم على مسائل إلها علاقة بالاتصالات والحوارات والثقة بالنفس وقدرة على توصيل المعلومة والنشاط والحيوية في بعض المسائل وقدرتك على اتخاذ القرارات وهو رح يدعمك برضو بشكل قوي على هاي المسائل أما بالنسبة للزهرة فالزهرة موجودة في بيتك 11 بيت العلاقات بيت الأصدقاء بيت إلو علاقة بالتواصل الجيد ما بينك وبين علاقاتك فمنك كثير نشط بمناسبات اجتماعية أو دعوات أو أصدقاء جدد أو تحالف بعض الأصدقاء معكم ولكن الزهرة بمأنها شكلت زوايا تربيع بالأسبوع الماضي وكانت الزوايا هاي مع أورانوس وبرضو شكلت مع المريخ فعشان هيك كثير منك فقد صداقات أو دخل بخلافات مع أصدقاء أو خاب ظنوا في بعض الأصدقاء الآن الفترة إيجابية ودعمة على مستوى علاقاتكم حاولوا تستثمروها طالما الزهرة موجودة لأنه ممكن يجيكم دعم من حليف أو من صديق بشكل غير متوقع فاستغلوها أما بالنسبة للمريخ طبعا بما أنه في البيت السابع بيت الشراكة فهو دخل بعض موليد برج الميزان بمواجهات ما بينهم وبين أزواجهم وفي علاقات تهددت بالانفصال أو بنهاية علاقها ما بينهم فعشان هيك الفترة هاي ظلت موجودة ولسه مستمرة لأنه المريخ مازال موجود وبيتراجع وخصوصا عند موليد العشرية الثالثة هذول أكثر ناس بدهم يديروا بالهم من الخلافات والجدالات والنقاشات والحوارات ما بينهم وبين شركاء المال أو ما بينهم وبين أزواجهم وابتعدوا تماما عن القضايا القضائية أو أي شيء بوصل للقضاء أما بالنسبة للجدي فطبعا المشتري اللي في الجدي هو بيتك الرابع فبدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بالبيت أفراح إلها علاقة في البيت بيطمئن بالك على بعض أفراد العائلة ممكن على أحد الأبناء أو الوالدين أو أشياء إلها علاقة بعقار أو بيت أو شراء بيت مثلا أو ديكورات أو تغييرات كلها بتكون إيجابية وتكون لصالحكم موليد العشرية الأولى والثانية هدولة أكثر ناس بيستفيدوا من هاي الأمور موليد العشرية الثالثة هدولة بدهم ينتبهوا من المشاكل اللي إلها علاقة في البيت يعني ما يدخلوا بخلافات ما يحاولوا يفرضوا وجهة نظرهم على أفراد العائلة ما يحاولوا أنهم يقلقوا زيادة أو يخافوا زيادة على أفراد العائلة الأجواء ممكن تكون مشحونة ومش لصالحكم بالفترة القادمة وتدخلوا بخلافات وممكن تصل لحد القطيعة إذا ما داركتوا الأمور أما بالنسبة لنبتون فطبعا نبتون في البيت السادس فهو بضغط على مسائل إلها علاقة بالعمل وإلها علاقة داعي للقلق ما في داعي للشكوك لأنه هو يعزز أمور إلها علاقة بالخوف والقلق والتوتر والأفكار فمنكم رح يدخل بأمور نفسية أو قلق نفسي أو مرض نفسي أو يأخذ بعض العلاجات النفسية بسبب التوترات أو القلق ديروا بالكم ما تتعطوا هاي الأمور حاولوا تريحوا نفسيتكم شوي وما تخلي الشكوك تسيطر عليه وخصوصا إلي شيء إلو علاقة بالعمل وإشي إلو علاقة بعلاقتكم ما بينك وبين زملاك أو رواساك بالعمل وعلى المستوى الصحي أما بالنسبة لأورانوس أورانوس في البيت الثامن وهو إلو علاقة بالمفاجآت المفاجآت اللي بتيجي يعني يا إيجابية بالكامل يا سلبية بالكامل فأنت اللي بتحدد هاي الأمور وبما أنه البيت الثامن اللي إلو علاقة بالأموال المشتركة فعشان هيك إلو علاقة بالقضايا المالية إلو علاقة بالقروض بالديون بالمشاريع بالاستثمارات بالمغامرات المالية حتى في الأمور الغيبية إلو علاقة فعشان هيك بتكون تنتبهوا وحتى على صحتكم بيعطي نوع من أنواع التركيز فهاي الأمور اللي ذكرناها هيا بتكون قمة الإيجابية يعني بتحققوا مكاسب وقروض أو داعم من جهة ما أو حد من نوع من أنواع المساعدة أو إيجاد حلول لبعض الديون أو الالتزامات أو بتتراكم كل الأمور هاي عليكم طبعا إذا أنت استعدت لها وكنت يعني ماخذ احتياطاتك الكاملة فأكيد رح يكون إيجابي أما بالنسبة لتوقعات القمر فها طبعا من مساء اليوم الخميس القمر عندكم في الميزان حتى مساء يوم السبت الأيام الماضية كانت مخيبة الآن من ساعات المساء بتبدأوا مرحلة ممتازة جدا بتبدأ فترة أفضل من سابقتها بتعدلكم ثقتكم بأنفسكم بتنجحوا بالدفع بمصالحكم شعبيتكم في تصاعد بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال التعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك من مساء يوم السبت القمر بصير في العقرب حتى مساء يوم الاثنين فبينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة بتكون متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي هاي الفترة حافلة بالأعمال والمسؤوليات اتفائل بالخير وانطلق اسعى للوفاق والحلول الوسط ولطف الأجواء وحسن العلاقات أو حسن العلاقات انشغالاتك ممتازة وبرضو عندك قدرة انك تهتم بالمساء المالية بشكل قوي من مساء يوم الاثنين القمر بصير في القوس حتى منتصف ليل الأربعاء على الخميس فبتنشط في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات فترة مناسبة لاجتياز امتحان بتعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتدعمك الحضوض وبتكون جريب التعبير عن رأيك بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء لطيفة وممكن تحمل لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك من منتصف ليل الأربعاء على الخميس القمر بصير موجود بالجدي حتى صباح يوم السبت بتفضلوا التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية بوسعكم ادخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم بتبدو مضطرب شوي ومرها في الحس بعض الشيء بتشعر بالارتباك أو ممكن تغضب بسرعة تجنب الخصام والجدال كليا من المحبذة هذا عدم القاء اللوم على الأحباء يعني هاي الفترة بتحمل أعمال وإنشغلات منزلية طبعا يعني زي ما شفتوا من بداية الأسبوع الأجواء جيدة وممتازة ودعمة لإلكم لغاية يعني أول ساعات من يوم الخميس بعدين الأجواء بتصير مش لصالحكم يوم أو يومين بعدها من بداية الأسبوع القمر بدو ينتقل وبدو يصير في الدلو فطبعا هي فترة الحظ المطلقة يعني في عندك حظوظ من بداية الأسبوع ولكن هي يومين بتكون معاكسة لإلك بعدين بترجع الأمور بتصير لصالحك أقوى حاول تستغلها بشكل إيجابي الفترة مناسبة أنك أنت تستثمرها وتتحرك تعوض شوي من الخسارات اللي خسرتها بالفترة الماضية برج العقرب طبعا العقرب أنتو بتكو تتهيأ وهس لفترة فيها نوع من أنواع الصعوبة الفترة هاي منحذر منها إحنا إننا فترة منقول لكو ديروا بالكو الشمس بتقترب لبيت المتاعب وهاي فترة كل سنة بتيجي بنفس الموعد فعشان هيك بتكونوا مهيئين للفترة القادمة للصعوبات الفترة القادمة هي فترة امتحان فترة غربلة فترة إنهاء عام كامل أو رواسب عام كامل وغربلتها عشان إيش اللي بدو يكمل معك في العام المقبل فأنتي الآن دخلت هاي المرحلة فعشان هيك بدك تكون مهيئ وجاهز ومستعد تبتدأ من يوم 22 الشمس راح تكون في الميزان وهي بيت متاعبك إذ الأمور راح تكون ضاغطة فبدك تتهيئ لها تحاول إنك ما تغامر ما تنجر بورا مجازفات أو مغامرات أو قرارات ما تتعاطى كثير مع الضغوطات اللي راح تصير عشان أنت تقدر تبلورها وتحلها وتخليها تصير لصالحك وتمشي باتجاه داعم لا إله أما إذا أنت حبيت تعاند الأمور معناته يعني الأجواء ما راح تكون مساعدة نهائيا لإلك طبعا عطارد موجود برضو نفس الشيء لفترة في بيت المتاعب فعشان هيك شوي يعني أنقذك في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل أو وتر مسائل اللي إلها علاقة بالعمل أو بالاتصالاتك أو حتى على المستوى الصحي فيه منك كثير عانى من مشاكل صحية بشكل مفاجئ إلها علاقة بالالتهابات أو التوترات العصبية أو الشد العضلي الإنزعاج والخوف والقلق والتقلب بالمزاج يعني برضو راح يظل هذا الوضع مستمر بالفترة الأسبوع هذا بتأثير الكوكبين دول يعني أنا مش بدي أحبطك ولكن هذه حقيقة أنا لازم أحكي لك إياها يعني ما لازم أنا أعطيك أمجاد وأشياء رائعة وتتفاجأ أنت بالإشي اللي قاعد بده يصير أنا بنبهك عشان أنت تحتاط للأمور وتبقى عارف أنه هاي الأمور يعني دورية هي راح تصير يعني فأنت بدك تكون مهيئ إلها الزهرة في البيت العاشر يعني دعمت بعض الأشخاص على مستوى العمل عززت علاقاتهم بالعمل المشترك ما بينهم وبين زملائهم أو رؤسائهم بالعمل صحيح أنه كانت فترة ضاغطة برضو جابت أشغال كثير أو أعمال كثير أو ارتباكات وإرباكات على مستوى العمل في كثير من الأوقات ولكن إجمالا هي ساعدتك بقدرة خفية إنها هي أنقذتك من بعد الأشياء اللي كانت متقلبة أو كان ممكن أن يصير من وراها خلاف كبير بالنسبة للمريخ بما أنه في البيت السادس وبيتراجع فهو بيضغط برضو على مسائل إلها علاقة بالصحة وإلها مسائل بالعمل فعشان هيك هو سبب أكثر المشاكل أكثر ناس صار عندها مشاكل صحية وبرضو نفس الإشياء بالعمل هم موليد العشرية الثالثة اللي انضغطوا بشكل كبير أكثر من موليد العشرية الثانية والأولى وهدولة برضو المريخ ما زال بيتراجع فعشان هيك بتكونوا حذرين من أمور إلها علاقة بالعمل والصحة أما بالنسبة للجدي فطبعا المشتري يرجع للحركة الأمامية في الجدي فهو بيتك الثالث فهو بعزز أمور إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات أو التنقلات أو الامتحانات أو الدراسة بعطي قوة بعطي قدرة وعند قدرة على الإقناع عالي في منكم ممكن يشتري سيارة أو يهتم بموضوع العلاقة بالسيارات أو بالأجهزة الإلكترونية أو حتى بالتواصل أو قدرة على الإقناع التجار اللي بيشتغلوا على مستوى محليون هذولا ممكن أنه يحققوا أرباح وإنجازات عالية وخصوصا موليد العشرية الأولى والثاني أما بالنسبة لموليد العشرية الثالثة فما زال زحل وبلوتو بيتراجعوا في العشرية الثالثة وهذولا بيسببوا لك العصبية والتوتر والقلق السريع فعشان هيك يبدك تدير بالك من المشاحنات ومن المغامرات ولا تدخل على امتحان بدون ما تكون دارس ومستعد بشكل كامل وبرضو حاول أنك أنت ترتب أمورك بشكل جيد على مستوى سفرياتك وتنقلاتك بالسيارة أما بالنسبة لنبتون في البيت الخامس يعني عزز بعض النقاط العاطفية ولكن في منك دخل عندهم الشك أو التوتر أو القلق أو الغير أو الخلافات ما بينهم وبين الأحبة في الفترة الماضية بسبب نبتون لأنه بتراجع في منك دخل بعلاقة عاطفية أو طور علاقة عاطفية ما بينه وبين الحبيب الأهم أنه ديروا بالك من الوسواس والوهم والشكوك وبرضو ما تندفعوا وراء ملاذاتكم وراء أمور إلها علاقة بالترفيه أو يعني مجازفات ممكن تكون عاطفية فهي تسبب لكم نوع من أنواع البهدلة في الفترة القادمة فعشان هيك ديروا بالك من أي مجازفة عاطفية أو استغلال الأحبة لا لكم أما بالنسبة لأورانوس طبعا أورانوس في البيت السابع هو جاب شغلات مفاجئة إما توطيد علاقة عاطفية ما بينك وبين الشريك أو بينك وبين الزوج أو جاب خلافات بشكل مفاجئ ما بينك وبين الزوج وطور مشكلة أو خلاف ما بينكم بشكل مفاجئ يعني وممكن بعضك تهددت علاقة الزواج في هاي الفترة ديروا بالك وأورانوس ما عنده حل وسط يا إما قمة الانسجام يا إما قمة الخلافات أما بالنسبة للقمر وتحركاته خلال هذا الأسبوع وشو رح يعطيكو من أشياء هو أكيد رب بداية الأسبوع لأنه بما أنه رح يكون من اليوم من مساء اليوم الخميس في الميزان وحتى مساء يوم السبت يعني بيت متاعبكم فبتتراجع صحتكم وبينتابكم شعور بالتعب والملل أخلدوا للراحة وحاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من عمل عاجل لا توقع على عقد وما تبدأ بعمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء لا تقرر على شيء عشان ما يخيب أملك وحاذر من البلبلة والالتباسات طبعا من مساء يوم السبت الأجواء بتنقل بمية وثمانين درجة ممتازة ليش؟ لأنه القمر رح ينتقل وصير عندك من مساء يوم السبت القمر رح يصير في العقرب حتى مساء يوم الاثنين فأنتوا بتنشطوا وبتصير نشيطون وحيويون وبينجذب لكم أفراد الجنس الآخر بادروا لخطوة جديدة من شأنها ندعم من مركزكم الاجتماعي بتدور الأحداث بسرعة كبيرة مع وجود الخمر في برجك بتستعيد كامل حيويتك وتتلقى جواب تنتظره تفرح لخبر أو لإنجاز معاملة بتنطلق بمهمة طال انتظارها فيه إشي جديد رح يدخل حياتك تعتبر هاي من أفضل أيام الشهر وأكثرها حضوض من مساء يوم الاثنين القمر بصير في القوس حتى منتصف ليل الأربعاء على الخميس تم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن مشتريات غير ضرورية ممكن تهتم بتوظيف أموالك أهمش إنك تكون عاقل في صرف الأموال ممكن تهتم لمناقش الدعم مالي أو قرض أو تفكر في بعض الاستثمارات أو التوظيفات فترة إيجابية ممكن تحقق خلالها ربح مميز من منتصف ليل الأربعاء على الخميس القمر بصير موجود في الجدي حتى صباح يوم السبت وهنا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات فترة مناسبة لإجتياز امتحان أو الجراء مقابلة بتتمتع بسرعة بديها وخاطر باستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جيدة خصوصا لأمور العلاقة بالمشاعر وتقدر تبرر مواقفك وممكن تنشط بالتنقلات والاتصالات برج القوس طبعا الشمس موجود في البيت العاشر ورح تنتقل لبيتك 11 ضغطتك بالفترة الماضي بوجودها في البيت العاشر يعني دخلت في فترة امتحانات وتجارب غريبة عجيبة وجديدة ضغطت على مستوى السمعة هددت سمعتك في بعض الأوقات وصلت لك إلى دخول أشياء ما دخلتها بالفترة الماضية شوي سببت بعض الإرباكات على مستوى العمل أو علاقتك مع زملائك أو رؤسائك في العمل في بعضك نشط بالعلاقات اللي هي العمل المشترك وطت علاقته بشكل جيد مع زملائه أو رؤساه أو انجز عمال بشكل مشترك ما زالت طبعا الشمس موجود في نفس المكان لغاية يوم 22 بعدين بنتقل لبرج حليف لإلك بيتك 11 فعرف أنه الفترة القادمة نشاط اجتماعي ما رح تهدأ من كثر العلاقات أو علاقاتك مع أصدقائك أو الزيارات أو الاهتمامات أو ممكن يكون لك حليف أو يظهر حليف من بعض الأصدقاء يدعمك في مسألة ما وفي منك رح يتوجه له كثير من الدعوات أو الحفلات أو المناسبات أو اللقاءات في الفترة القادمة فحاولوا تستغلوها بشكل إيجابي وتكون لمصلحتكم وبما أنه عطارد سبق وهو موجود في البيت 11 فممكن شعرته ببعض الأمور هاي خلال الأسبوع الماضي ولكن الأسبوع هاي القادم رح تكون أقوى أما بالنسبة للزهرة ففي البيت التاسع فهو عزز أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات الخارجية ومع أشخاص أجانب أمور إلها علاقة بالدراسة والامتحانات والبحوث والتعلم لأب بعض الأشياء اللي كان صعب أنك تتعلمها بالفترة الماضية في منك تعلم لغة جديدة في منك عمل دورات أو أخذ دورات في مسائل معينة وفي منك اشتغل في مسائل إلها علاقة بالتعليم أهم شيء أنه حتى الأشخاص اللي في الجامعات واللي عندهم امتحانات أو تخصصات معينة ممكن دعمهم الحظ في بعض المسائل وعززلهم نقاط في أشخاص دخلوا بخلافات ونقاشات حادة كانت مع زملائهم أو مع معلمينهم أو أمور إلها علاقة بالتعليم لأنه ركز الزهرة على البيت التاسع بإيجابيته بزوايا سلبية برضو أعطى شوية سلبية على هذا المكان أما بالنسبة للمريخ المريخ في البيت الخامس وبما أنه بتراجع معناه كانت السلبية على المستوى العاطفي ومستمرة معناه برضو الأسبوع هذا فعشان هيك بعمل تقلبات على المستوى العاطفي في كثير من الأشخاص انتهت علاقتهم العاطفية ما بينهم بين أحباهم بشكل مفاجئ أو أنه علاقة عاطفية قديمة في منك دخل بخلافات أو جدالات أو نقاشات كانت مع الأحبة مع أحد الأبناء مثلا أو أحد الوالدين أو تصاعدت الأمور بشكل متطور يعني من الصدام والحدية طبعا موليد العشرية الثالثة هم أكثر ناس عانوا من هاي الأمور وبدهم لسه مستمر تراجع المريخ عندهم فعشان هيك بدهم يكونوا حذرين بالفترة القادمة أما بالنسبة لبرج الجدي اللي بيتواجد فيه ثلاث كواكب المشتري يعني هو بيتك الثاني المشتري بيدعمك ماليا بيجيب لك فرص مالية بعزز نقاط إلها علاقة بالوضع المالي وخصوصا موليد العشرية الأولى والثانية هذولا ممكن يحصلوا بعض المكاسب المالية أو الاهتمامات المالية أو يحسنوا يعني يجدوا حلول لبعض الضغوطات المالية اللي كانت بالفترة الماضية دا الحظ دعمكم حليفكم حاولوا تستغلوا هاي النقاط وابتعدوا عن المصاريف لزيادة أما بالنسبة للموليد العشرية الثالثة بما أنه زحل وبلوتو اللي موجودين فهم اللي بيضغطوا ماليا وبسببوا عقبات أو عركس لبعض الأمور أو بتخلوا الأمور المالية ما تمشي بسهولة في نوع من أنواع الضغوط المالية ممكن التباسات مطالبات انتبهوا من النصابين والمحتالين وانتبهوا على أموالكم من الصرقة والضياع أما بالنسبة لنبتون نبتون اللي بالبيت الرابع فطبعا برضو بيتراجع وهو بسبب أشياء لها علاقة بالبيت ومع أفراد العائلة خلافات نقاشات سوء تفاهم عدم القدرة على الخطاب معهم أو التخاطب معهم شوي صار في حدية أو نقاشات أو سوء تفاهم في منكم نشغل ببعض الأعمال المنزلية زي ترتيبات وديكور أو ورشة عمل كانت مرهقة في أشخاص دخل عندهم الوسواس والقلق على أفراد العائلة أو أحد أفراد العائلة أو على تصرف ما لأحد أفراد العائلة فعشان هيك برضو الفترة هاي مستمرة وتراجع لسه مستمر فعشان هيك بتكونوا حذرين من هاي الأمور ما تخلوا الوسواس والأوهام تسيطر عليكم والمخاوف اللي معلها داعي أما بالنسبة لأورانوس في البيت السادس وهو اللي بيجيب المفاجآت مفاجآت إما إيجابية أو سلبية وبما أنه شكل زوايا كانت سلبية شوي فعشان هيك عانى بعض موليد برج القوس من أمور إلها علاقة بامتحانات إلها علاقة بأعمال صعبة ما قدروا ينجزوها خلافات على مستوى العمل إنهاء عمل بشكل مفاجئ أو تقديم استقالة بشكل مفاجئ أو إنهاء خدمات في أشخاص أجاهم عمل بشكل مفاجئ بمكان ما كانوا يتوقعوا أو يحلموا أنهم يشتغلوا فيه وبرضو على المستوى الصحي جاب تقلبات صحية بشكل مفاجئ وأثر ومصاريف هائلة إلها علاقة بالصحة أو إلها علاقة بالأمور الغرامات أو الدفع اللي غير يعني متوقع أما بالنسبة لتحركات القمر وتأثيرات خلال هذا الأسبوع من مساء اليوم الخميس القمر موجود في الميزان حتى مساء يوم السبت فبتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا في لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم منكم ممكن يتلقى دعو لحضور حفلة أو مناسبة زعيدة بادر لملاقات الآخرين في منتصف الطريق ليطمعن بالك وممكن تجد حليف يدعم تصوراتك أهم إنك ما تستسلم بالكرر المحاولة من مساء يوم السبت القمر بصير في العقرب حتى مساء يوم الأثنين بتجتازوا بصورة عامة فترة غير مريحة صحيا ونفسيا لأنه هذا بيت متاعبكم رغم عدم موجود أي مخاطر إلا أنه في نوع من أنواع الإحباطات إنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري وإخلدوا للراحة حاذر من بعض المحتالين ممكن يخيب أملك من بعض النقاط الحض قليل أهم إش إنك ما تجازف بالفترة هاي بنتظرك تأخير وفوضى أو من المستحسن عدم الارتباط بمواعيد مهمة من مساء يوم الاثنين القمر بصير موجود بالقوس حتى منتصف ليل الأربعاء على الخميس يعني عندكم فعليشان هيك بتبدأوا فترة إيجابية دعم لإلكم تمتد من هذا اليوم من مساء يوم الاثنين حتى الأسبوع القادم ثقتكم بأنفسكم بتصير كبيرة وبعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية هاي الفترة بتحمل الانفراج وتقدم ملموس بعد مراوح وركود عليك التحلي بالحكمة والواقعية للأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر من منتصف ليل الأربعاء على الخميس القمر بصير بالجدي حتى صباح يوم السبت فهاي الفترة بتحمل فرص مالية تيجي عادة من عمل إضافي منكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة ممكن تحتاج لمساعدة من جهة ما فأهم الشيء أنك ما تتكبر الكواكب بتعمل لصالحك وبتسهل حياتك ما تسمح لأحد بأنه يغشك كون حريص على أموالك وممتلكاتك وعزز وضعك المالي برج الجدي طبعا أول شيء بنحكي عن الشمس الشمس اللي كانت موجودة في البيت التاسع وهي عززت نقاط قوية جدا كانت لمصلحتكم بالفترة الماضية صحيح ما كانت بالقوة بسبب تقابلها مع نبتون ولكن كانت كلها على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو تطوير علاقة معينة مع شخص خارج البلاد لها علاقة بالقضاء أو بالقضايا القضائية أو التعليم أو على مستوى الجامعات أو الدراسة أو الامتحانات كان فيه أشياء مناسبة وممتازة ومكاسب ويحقق بعضك أشياء يعني لها علاقة بالعلاقات بشكل ممتاز في منك رح يستفيد لسه من هاي الأمور بشكل أقوى بالفترة القادمة وتعزز علاقاته حتى على مستوى أمور العلاقة بالاتصالات والمراسلات وفرص للعمل مع مؤسسات أجنبية برضو قائمة طبعا الشمس رح تنتقل يوم 22 الشهر للبيت العاشر بيت السمعة وهو بيت له علاقة بالشهرة بيت له علاقة بالرفعة له بالمكانة ولكن هذا اسمه بيت السمعة ما في داعي للمجازفة ولا للمغامرة ولا لمخالفة القوانين ولا للدخول بأشياء مشبوهة تعتبر هاي فترة امتحان بتمتحن جاهزيتك للأمور اللي انت مقدم عليها بتقدر تستفيد من أسرارها انه هاي بتساعدك بأي شيء مشترك من خلال معارفك من خلال علاقاتك واسطات ناس تدعمك ممكن تسهل عليك بعض الأمور وتدعمك بشكل قوي عطارد كان موجود دعمك بالفترة الماضية في هاي النقاط ومازال موجود ومع انتقال الشمس يعني فترة فيها إيجابيات لا إلك حاول تستغلها بقوة وحاول انك تكرر المحاولات أكثر من مرة وانشط اجتماعيا يد ما بتقدر واستثمر علاقاتك ومعارفك أما بالنسبة للزهرة في البيت الثامن فهي شوي خففت تعليق يعني مسائل يعني نحكي انه كان من المفروض انه في ضغوطات مالية أو مطالبات مالية أو أعباء مالية في أشخاص انضغطوا ماليا ولكن الزهرة ساعدتهم لإيجاد الحلول ممكن من دعم قرض مساعدة تعويض حتى في الأمور القضائية المالية ساعدتهم في بعض الأمور في منك حقق أو حصل مكاسب لإله أو حقوق لإله أو استرد ديون لإله في منك اهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالنفقة أو ميراث أو يعني أشياء إلها علاقة بضريبة أو إلها علاقة بتأمينات برضو حققوا إنجازات فيها صحيح أنه الزهرة شكل الأسبوع الماضي زوايا يعني كانت سلبية شوي فعطلت أيام معينة هاي المسائل ولكن إجمالا كثير من موريد برج الجدي حققوا مكاسب جيدة بالنسبة للمريخ طبعا في البيت الرابع هو ضغط على مستوى البيت خلافات مع أفراد العائلة سوء تفاهم قلق على أحد أفراد العائلة نقاشات تطور مسألة العلاقة بالعقارات أو ببيت أو التزمات أو ممكن حتى خلافات ونقاشات حد مع أفراد العائلة يعني جابت أشياء فيها صعوبة ليش لأن المريخ بتراجع وأكثر الناس اللي تقلدوا من هذا التراجع موليد العشرية الثالثة هم اللي شعروا بقمة هاي الأمور أو بكثرة هاي الضغوط والقلق خصوصا والخوف أما بالنسبة للجدي طبعا بيتك الأول هو كبرج وبيتك الأول وعندك المشتري وعندك زحل وبلوتو المشتري رجع للحركة الأمامية الآن الحضوط بتصير داعم لإلك بقوة على كل المجالات اللي أنت داخل فيها وخصوصا موليد العشرية الأولى والثاني هم أكثر المستفيدين من هاي العودة للحركة الأمامية لأنه لسه شعاعها يعني جاي عندكم فعشان هيك بتحققوا إنجازات وبتنشطوا بأمور كان صعب تنشطوا فيها في الفترة الماضية أو كان فيها نوع من أنواع الصعوبة فالحضوض حليف لإلك ودعم لإلك بقوة في منكم ممكن يفكر حتى بالارتباط أو الزواج خصوصا اللي برج الجدي أو اللي طالوا الجدي هدول اللي رح يحسوا بالفوارق الفترة القادمة أما موليد العشرية الثالثة فما زالت الأمور ضاغطة بسبب تراجع زحل وبسبب تراجع بلوتو اللي في العشرية الثالثة هدولة اللي ما زالت النفسية عندهم متقلبة بتجيهم مشاكل بطريقة ما بتوقعوها كيف بتجي خلافات نقاشات حوارات برضو أشياء بتتعطل بشكل مفاجئ بسبب زحل وبلوتو الآخر الشهر يعني زحل رح ينهي عملية التراجع ورح يرجع للحركة الأمامية فبدعمك بقوة وبعوض كثير من الأشياء اللي ضغطتكم بالفترة الماضية أما بالنسبة لأنبتون فهو في البيت الثالث هو اللي عمل يعني بعض المخاوف أو يعني حتى عمل لوع من أنواع نقص الثقة بالذات يعني أنت قديش ثقتك بنفسك يعني وصلت لمرحل أنك شكيت بقدراتك هذا بسبب طبعا النبتون اللي تراجع لبعض الشكوب فعشان هيك كان ضغط على اتصالاتك مواصلتك نقاشاتك حواراتك امتحاناتك مقابلاتك كلها كان ضغط عليها صحيح في منك حقق إنجازات جيدة وكان برضو داعم لإلهم ولكن برضو تراجع مش الشيء السهل فأثر على نسبة عالية جدا من موليد برج الجدي وما زال موجود وبتراجع فعشان هيك نقول اللي عنده امتحان أو مقابلة أو دراسة يعني بده يركز بشكل جيد لأنه الوضع بيكون متقلب وبرضو بتكون العصبية واضحة أما بالنسبة للبيت الخامس اللي هو أورانوس موجود فيه فهو سبب خلافات وجدالات ونقاشات ما بينك وبين الأحبة عمل صدامات ما بينك أو قلق على الأحبة أو يعني أشياء كانت مفاجئة وصادمة وأورانوس ما عنده حل وسط فبيجي بشكل مفاجئ تطورات مفاجئة على المرحلتين فعشان هيك تجد أنه أشخاص يبدأوا علاقة غرامية واتطورت عاطفية أو مصالحات بشكل ممتاز أو انتهت علاقة عاطفية بشكل مفاجئ ومذهل يعني شو السبب هو ما يعرف أو لو يراجع أفكاره بلاقي أنه ما في سبب ولكن هو مصر على أنه لازم تنتهي العلاقة العاطفية هاي طبعا كله بسبب تراجع أورانوس اللي سبب هاي الأمور خلينا نشوف توقعات القمر إيش رح يعطي تأثيراته خلال هذا الأسبوع عليكم الميزان حتى مساء يوم السبت فعشان هيك الفترة هاي جيدة للي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تغيير على طبيعة عمله بينتبه لكم المسؤولون وبيقدروا جهودكم بتتسلط عليكم الأضواء ممكن تخضع لعدة تجارب مهمة أهم إنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك أحاول إنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يكون قدم أفضل مستطاع الفترة هاي صحيح فيها شوية خلق وتوتر لكن فيها إيجابيات ممكن تكون لصالحة من مساء يوم السبت القمر بصير موجود بالعقرب حتى مساء يوم الاثنين فبتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق أهمش أنك ما تعمل وحيد بل شارك وساعد وتعاون مع الغير لتحقيق النجاح المطلوب بتفرح بوجود أحد الأصحاب وبترفع عن نفسك في لقاء ودي غير منتظر من مساء يوم الاثنين القمر بصير في القوس حتى منتصف ليل الأربعاء على الخميس يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة تهدأ وطيرتك لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهمش أنك ما تحسم أمر الفترة هاي سلبية ومخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها من منتصف ليل الأربعاء على الخميس القمر بصير عندكم بالجدي حتى صباح يوم السبت بتبدأ فترة إيجابية بتعيد لكم حاول أنك تجد جديد وتبحث عن أمر مميز بتعيش فترة واعدة من الأفراح والنجاحات من أسرع فترات الشهر إيجابية ادخل التنوع أو تنويع في حياتك أو لحياتك الشخصية الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع الإنفراج والتسوية زي ما لاحظتوا أنه الأسبوع هذا في بعض التقلبات يعني أفضلها هي عند وجود القمر في العقرب يعني بعطيكم قوة هائلة جدا اللي هي من مساء يوم السبت لغاية مساء يوم الاثنين وبرضو اللي هي آخر فترة من منتصف ليلة الأربعة للخميس لغاية يوم السبت وطبعا وما بعد يعني الأسبوع القادم في أيام إيجابية قوية جدا للكم أفضل كمان من الأسبوع برج الدلو طبعا الشمس موجود في البيت الثامن ورح تنتقل للبيت التاسع يوم 22 الشهر عملية وجودها في البيت الثامن هي ركزت على أمور المواريث أو أمور الغيبيات أو أمور القروض والبنوك والتحصيل والأشياء يعني كان التركيز عليها بالفترة الماضية الأعطال التراكمات المسائل المالية ضغوط بنكية ضغوط بأموال مشتركة أموال الزوج أو الزوج مسائل لها علاقة بالبنوك أو الأجارات أو أشياء زي هيك كانت ضغط بقوة كبيرة عليكم طبعا من يوم 22 الشهر الشمس رح تنتقل للبيت التاسع مع عطار الموجود في البيت التاسع وهي رح تعزز نقاط قوة لا إلك لأنه هاي فترة إجابية لا تعوض ومن أقواها خلال هذه السنة بيتواجدهم بالبيت التاسع بالميزان يعني بمعنى آخر أمور إلها علاقة بالسفر إلها علاقة بتعاملك مع الأجانب أشخاص من خارج البلاد حل قضايا قضائية أو إنهاء قضايا قضائية أو حكم بيصدر فيها لصالحك في بعض القضايا وخصوصا الأمور اللي بتكون لصالحك أشياء إلها علاقة بالدراسة الجامعية بالامتحانات الجامعية بأمور إلها علاقة بالتناقلات الكثيرة الاستراد والتصدير أمور التجارة يعني بكل الأمور هاي اللي إحنا ذكرناها حتى التعامل مع الأحبة بيكون قوي جدا وداعم لإلكه بقوة فعشان يكنتم مقدمين على فترة ممتازة بتعزز كثير من الأمور اللي كانت بالفترة الماضية شبه عدمت أو فقدت الثقة إنها ممكن تتكرر أما بالنسبة للزهرة طبعا بما إنها موجودة في البيت السابع فهي بتعمل على أمور إلها علاقة بالشراكة وعلاقتكم مع شركائكم مع أزواجكم شركاء المال العاطفة الزواج طبعا بما إنه شكل زوايا سلبية مع أورانوس وشكل مع المريخ زوايا فصحيح إنه هددت علاقات زواج من برج الدلو أو وصلت لمرحلة إنه ممكن إنهاء علاقة أو نهاية علاقة زواج بشكل عنيف شوي إلا إنه الأسبوع هذي بترجع الموازين بقوتها إنها تدعم هاي العلاقات من أول وجديد ممكن يجدوا بعض الحلول وممكن إنه تتعزز علاقات زواج أو تطوير مرحلة لمرحلة أفضل وأحسن وتكون إيجابية أكثر بالنسبة للمريخ طبعا في البيت الثالث هو اللي بيخلي المزاج عصبي والحدية بالطباع أو التشتت الفكري عندكوه خصوصا موليد العشرية الثالثة بدهم يضلوا منتبهين من النقاشات والحوارات والامتحانات وحتى الأمور التجارية البسيطة بتكونوا ظلوا حذرين منها لأن المريخ مازال بتراجعوا وحد بطبعه وخلافاتكم ما بينكو بين أبنائكم ما بينكو بين إخوانكم أو جيرانكم يعني بتكونوا تحذروا من النقاشات والحوارات وتنتبهوا أثناء قيادة السيارة وأثناء الحركة أما بالنسبة لبرج الجدي اللي هو بيت متاعبك وطبعا المشتري الآن رجع للحركة الأمامية فهو بدعمكم بشكل قوي يعني على مستوى العمل على مستوى الصحة صحيح أنه هو في بيت المتاعب ولكن برضو بدعم بقوة الصعوبة الموجودة هي موجودة من زحل وبلوتو اللي بيتراجعوا اللي مازالوا بيضغطوك وبيخلوا فيه أشخاص بتتآمر عليك بالخفاء أو بتحاول تحفر لك أو بتحاول إنها تورطك بمشاكل احذر من المغامرات والمجازفات وما تدخل أماكن مجهولة حاول إنك تحافظ على أمنك وأمانك وصحتك وعملك أما بالنسبة لنبتم في البيت الثاني هو اللي إله علاقة بالأمور المالية وبيضغطك على مستوى المصاريف اللي بتيجي بشكل مفاجئ الضغط مالي وسواس قلق بيتجازف وبتغامر في مسائل مالية وبتلاقي حالك بترجع لورا بتجيب لك مصاريف من تحت الأرض يعني بيضغطك ماليا ما زال هو بيتراجع ولكن الأسبوع هذا رح يشكل زوايا إيجابية وينهي زاوية التقابل اللي ما بينه بين الشمس فعشان هيك رح يعزز نقاط وتكون بقوة لك على المستوى المالي من مكاسب أو مردودات مالية أو نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة لأورانوس في البيت الرابع فهو بيجيب المفاجئات والمفاجئات إيجابية أو سلبية وعندك أنت بتيجي على مستوى البيت يعني مفاجئاتك على مستوى بيتك وعائلتك وعقاراتك وأملاكك فعشان هيك يا إيجابيات بتجد الحلول الكامل المطلقة لهاي الأشياء وبتعوضها يا إما بتخسرها فعشان هيك أنت اللي بدك تكون مستعد وجاهز لهاي الأمور وما تجازف وما تغامر خصوصا في المسائل العائلية مسائل العقارات مسائل الممتلكات وما تدخل بمصاريف ممكن أنها تكون مرهقة إلها علاقة في هذا البيت خلينا نشوف القمر إيش بدو يعطيه خلال هذا الأسبوع طبعا من مساء اليوم الخميس الخمر موجود في الميزان حتى مساء يوم السبت ابتنشطوا في السفر والاتصالات البعيدة فترة مناسبة لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة ممكن تناقش بقوة وذكاء وتتجر على رفض أي شيء ما بناسبك ما تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لخوط تجربة جديدة أو مواضيع العلاقة بالسفر أو علاقة مع الأجانب من مساء يوم السبت القمر بصير في العقرب حتى مساء يوم الاثنين فترة مناسبة للي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تحسين على عمله واللي بيعمل بينجح في إثبات جدارته نير رضى المسؤولين منكم ممكن يهتم بصحة أحد الوالدين ولا تنجر وراء التسرع والإنفعال حاول أنك تكون هادئ القمر هنا بشكل تحدي في لحظات معينة ممكن تبدو فيها غاضب أو عداي حاذر من الخلافات ممكن تكرم وتحصل على فرصة مهمة من مساء يوم الاثنين القمر بصير في القوس حتى منتصف ليل الأربعاء على الخميس بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة بتتسع الأفاق وبتحتفل بمجاح أو تطور علاقة ممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح وتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب إلى جنبك بتخف الضغوط وبيطمئن بالك من منتصف ليل الأربعاء على الخميس القمر بصير موجود بالجدي حتى صباح يوم السبت هنا بتشعروا بالتعب بنال منكم تفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها حاولوا أنك تخلدوا للراحة هذه فترة محبطة وفارغة تماما من قبل خبر وحسم حاول إنهاء الشهر بسلام ممكن تواجه ضغوط وعرقيل وامتحانات صعبة ممكن تخسر صفقة تجارية أو تحزن لخبر ما في داعي للتسرع يعني زي ما لاحظتم من بداية الأسبوع الأمور إيجابية ولكن من منتصف يعني من بداية يوم الخميس بدك تكون عارف أنه فترة داخل أنت على فترة صعبة لأنه القمر بكون موجود في بيت المتاعب فهي فترة ضغطة من صباح يعني من صباح يوم السبت الأجواء بتصير لصالحك لأنه القمر رح يصير موجود عندك برج الحوت طبعا أول شيء بدنا نحكي عن الشمس الشمس اللي موجود بالعذراء مقابلك تماما هي شوي سببت نوع من أنواع الإيجابية على مستوى مسائل إلها علاقة بالشراكة وتوطيد العلاقة مع الشركاء شركاء المال أو العاطفة وفي منك خطى خطوة باتجاه توطيد علاقة أو تطوير علاقة حب لزواج أو ارتباط بالفترة يعني في نوع يعني دعمت بإيجابياتها ولكن من سلبياتها اللي هي الأمور القضائية وأمور المحبطة الطاقة الضعيفة التواعكات الصحية والأشياء اللي أجت بشكل مفاجئ يعني سببتلك نوع من أنواع الإرباك لأن عادة أي كوكب بكون بالمقابل بعطيك إيجابيات ولكن بسحب من طاقتك وهو الشمس هي أقواها يعني كانت موجودة مقابلك أعطتك إيجابيات ولكن سحبت طاقتك عشان هيك كثير من أشخاص موليد برج الحوت ودخلوا بوضع صحي سلبي خلال فترة الأربع أسبوع الماضي أو اتقلبت الأوضاع الصحية عندهم ما بين سلبي إيجابي أو طاقة ضعيفة أو مشاكل أو حتى أمور قضائية اللي رح يصير الآن أنه الشمس هاي يوم 22 رح تنتقل تصير في البيت الثامن هي وعطارد وهي رح تعزز أمور إلها علاقة بالغيبيات والرغبة بالاطلاع على الغيبيات وأمور إلها علاقة بالقروض والديون والبنوك وأمور تحصيل أموال لإلك أو ممكن تجد أشياء كنت فاقدها الاهتمام بكل شيء مغيب أو غيبي أو قديم أو تاريخي في منكم رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة مثلا بمسائل بنكية أو قضائية مالية يعني زي ميراث مثلا نفقة أمور يعني إلها علاقة باسترداد أموال يعني كلها برضو رح تدعمك بشكل قوي ورح تنشط بهاي المسائل اللي هي اسمها أموال الغير أو تحصيل أموال الغير أو أموالك مع الغير يعني هاي الأمور اللي رح تهتموا فيها طبعا الزهرة موجودة في البيت السادس وهي بتدعمك على مستوى العمل أو أمور إلها علاقة بالعمل أو عمل جديد أو توطيد علاقة مع زملائك أو رؤسائك بالعمل وممكن تحص المكاسب صحيح هي ضغطت في الأسبوع الماضي لأنه أساسا الأسبوع الماضي كانت عامل زوايا تربيع مع أورانوس ومع المريخ على الصحة وعلى العمل ولكن الأسبوع هذا الظروف أقوى لأنه فكت الزوايا هاي فمعناته فيه إيجابيات ورح تكون لصالحة أما بالنسبة للمريخ فما زال المريخ بضغط على موليد العشرية الثالثة تحديداً بتراجعه على الأمور المالية وهو بيجيب مشاكل العلاقة بالمصاريف الزيادة بيجيب ارتباكات ارباكات تراجع مالي ممكن مصاريف الزيادة بيجيك دعم يعني تنشط بتحصل مكاسب مالية ولكن عندك مصاريف من وين بتيجي أنت ما بتعرف المصاريف هاي بتيجي عادة على مستوى بيت على مستوى صحة على مستوى عائلة على مستوى أنت ممكن تصرف على أشياء أنت مش بحاجتها عشان هيك بدك تكون حذر من المصاريف الزيادة أما بالنسبة لبرج الجدي وهو بيتك 11 بيت الأصدقاء المشتري صار يرجع للحركة الأمامية الآن فهو بيدعمك بعلاقاتك بمعارفك بيدعمك باللقاءاتك ونشاطاتك بيعملك شهرة بيعملك سمعة بيعملك قوة حضور عالية جدا بتنشط بشكل هائل ممكن يظهر بعض الناس ما بتعرفهم يدعموك بشكل قوي الموليد العشرية الأولى والعشرية الثانية هم أكثر المستفيدين منها أي النقاط إما وليد العشرية الثالثة على دولة اللي بدهم ينتبهوا من خلافات وجدالات وسوء تفاهم ما بينهم وبين بعض الأصدقاء حاول قدر الإمكان تستغل الأمور بشكل إيجابي عشان تدعمك بشكل إيجابي أما بالنسبة لنبتهم طبعا نبتهم في البيت الأول فهو اللي بيأثر على نفسيتكو بيخليكو شوي تفقدوا الثقة في حالكم أو تتزعزع الثقة عنكم أو تترددوا من اتخاذ بعض القرارات تعمل بعض التقلب وهو كوكبك فعشان هيك شوي منكو أشخاص صارت تلجأ للمسكنات أو المهدئات بالفترة هاي أو حتى اللي كان قاطع التدخين ممكن رجع للتدخين بالفترة هاي هو أسباب طبعا أنه نبتهم بتراجع وهو إلو علاقة بهاي الأمور فعشان هيك بتكونوا حاذرين من أنها تتطور الأمور عندك وتراجع نبتهم لسه مستمر فعشان هيك بتكونوا مهيئين للفترة القادمة أما بالنسبة لأورانوس طبعا أورانوس بيجي بشكل مفاجآت والمفاجآت هاي بتيجي يا إما إيجابية يا إما سلبية وبما أنه في البيت الثالث معناته إيجابيته بتيجي على شكل سفر تنقلات اتصالات حوارات لقاءات كلها هاي بتيجي بشكل مفاجآت حتى الامتحانات حتى المناقشات بتيجي بشكل مفاجآت وصحيح عندك قدرة على المواجهة فيها وعلى الإقناع فيها ولكن إذا ما كنت مستعد لها وما كنت مهيئ لها وما كنت جاهز لها بتصير أمور سلبية فعشانك دائما منحذر أنه تكون دارس مزبوط عند امتحاناتك ما تغامر عند تنقلاتك تكون حذر ومنتبه من بعض المفاجآت ما في داعي للمجازفي ولا للمغامرة أثناء قيادة السيارة أو أثناء حركتك خلينا نشوف القمر إيش بعطي تأثيراته خلال هذا الأسبوع إيش إيجابياته إيش سلبياته عشان تعرف إيش اللي تستغلها الأيام اللي تستغلها اللي بتكون لصالحك وإيش الأيام اللي بدك تحذر منها طبعا من مساء اليوم الخميس القمر موجود في الميزان حتى مساء يوم السبت بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أهم إيش إنكم ما تهملوا صحتكم ممكن الأشواء الأجواء يعني تصبح أكثر إيجابية وتجاوب معكم ممكن تلاقي أعمالك صدى طيب أهم إيش إنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة وأعذر من مساء يوم السبت القمر بصير في العقرب حتى مساء يوم الأثنين بيصلكم خبر سار من بعيد وتشعروا بقوة العاطف مع الأحباء أو مع أحبائكم فترة مناسبة لإجراء مقابلة ممكن تسافر في رحلة أو تفرح لإنفراج أو تسوي مهمة بتهتم بهواية جديدة بتكون حيوي ومتحمس لمتابعة المساعي وكمان بيكون عندك القدرة على التواصل مع المحيط فترة ممتازة حاول تستغلها بكل ثقة وبكل قوة من مساء يوم الاثنين القمر بصير في القوس حتى منتصف ليل الأربعاء على الخميس وأي فترة مناسبة للي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بالدفع بمصالحه بتحافظ على إنجازاتك القائمة هدئ من روعك وما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها من منتصف ليل الأربعاء على الخميس القمر بصير موجود بالجدي حتى صباح يوم السبت بتنشطوا اجتماعيا وبتلتاقوا الأصدقاء ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة بتميل للتواصل مع الآخرين وممكن تنجح في حش التأييد أو دعم لقضيتك بتتحمس للقاء الناس وللتعارف ممكن تسافر أو تنضم لجمعية ممكن تهتم لشؤون أقارب الشريك أو أمور إلها علاقة ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالشهرة يعني الأجواء بتكون داعين إلا إلك حاول تستغل الإيجابيات وحاول أنك تنتبه من السلبيات خلال هذا الأسبوع هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء